ترجمة نانسي قنقر دلوقتي لا زمن أه أي أول مرة تقالك لقب أستاذة دي؟ غليبا مبروك وبلبر غليبا يعني لأنه كان يعني كاست بقوا والعمال والتصوير واعتقد إنه يا أستاذة الكاميرا فين حاجة دي فأنا الكاميرا فين هي أكتر من أستاذة يعني هذه أول كلمة اللي هو الكاميرا فين يا أستاذة فهو بيديك الكلمة نفسها بيديك مسئولية الكاميرا فين بني يا أستاذة فأنت اللي هتقول فزي بيلبسك يعني هو وسأقول الكاميرا فين ده بيخدك؟ دي إلى الآن دي إلى الآن، فبقتش بقى عايز أعرف الكاميرا فين بقى أصوره بعدين بقى نشوف الكاميرا فين دي هي المسئولية اللي هي ساعتها في مروكو بولبول كنت تثبت أنت مخرج ولا لأ الكاميرا فين يا أستاذة خلص بقى يلا تدبس بقى فكان أستاذة فرحني قوي لأن دايما كان أكتر حد بيتقال له يا أستاذ أو لقب يا أستاذ دي الأستاذ كان يوسف شهيد فكان بالنسبة لنا في المجال الأستاذ ده هو يوسف شهيد يعني بتقولش خلص ولا يوسف شهيد ولا أستاذ أو جو يعني هوا يا الأستاذ يا أم جو فكنت دايما حاسة أنه إحساسي يعني ساعتها أنا يوسف شهيد البنت ساعتها وحاسة الحلقة لو بيعمل صوت هشيله علشان صح؟ بيعمل صوت أيها بص أنا عفاهمة وبيعمل صوت في ودني كمان احنا نشيله في الحلقة وإحنا بنصوله لا 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 داو يعني نستشوفنا وإحنا بنشيله بالعكس خليه فأخر الحلقة هنحطه بقونا مش أنا لبسته عشان بس البلنامج ما نفهش خلاص نستفهم من الجاية دي يعني قلنا فيدي أستاذة ببس شهيد فلما تقلت لي الأستاذة دي فحستها ساعتها طبعا أنا بحقق نفس الحتة دي وفاكرة كمان حتى أن أنا كتب وكان محمود سعد أول مقالة بعد مبروكبول يعني مقالات كانت بتكتب على مشاريع التخرج وأن أنا كنت شاطرة كده بس كانت أول مقالة مهمة بالنسبالي كانت محمود سعد كتبت كتبت أشعر بالغيرة من يوسف شهيد كان دي العنوان وإلى الآن عندي وحاسة أنه ده هو كتبها على لسانك يعني أنت قلت كده ممكن يكون قلتها في النص بس كانت العنوان بقى يخده محمود سعد اللي كتبه صباح الخير فده من الزبار يعني فوأنا فعلا كنت دامة بحيث يوسف شهيد بغض النازل على الأفلام وبقى ناس تشوفها ما تشوفهاش هو بقى يوسف شهيد زي هيتشكوك ده هو هيتشكوك يعني اللقب هو الموضوع بس فالأستاذة بقى بقولك كانت بتفرحني قوي ساعتها دلوقتي بحيث بقى شوية الأستاذة دي يعني ده سن ده ولا يعني فقالولي صندرة يعني زي زمان كده بس ده موضوع الأستاذ طب مين اللي بتشوفيه أستاذ بالنسبالك غير يوسف شهيد و هيتشكوك ولا هما دول يعني أحمد رجب نص كلمة اللي توفق يعني أحمد رجب بتاع نص كلمة هو ده يتقال عليه الأستاذ لأنه كان يعني أستاذ في أنه يختصر حاجات كتيرة قوي في نص كلمة و ده صعب جدا و كأنه كان عنده التولز أو الوسيلة دي في وقت ما كانش فيه ده يعني كنا بنرغي مقالات جرايد إنما اللي هو دلوقتي بتعمل اللي هو فاهم الحاجات الصغيرة بتتعمل التيك تاك و الماء فاكأنه كان عنده التولز دي فاهم إنه يختصر حاجات كتيرة قوي في نص كلمة بيختصر سياسة علاقات و كل حاجة معلش أنا آسف يعني هو أي نص كلمة ده كويس قوي حاجة جيل جديد معلش معلش ده كان حاجة في الأخبار الأخبار ده مش الأخبار وبتبقى فيه كده نص كم عموت أي مش عموت خالص هو فريم كده صغير وهو بكتوب نص كلمة و سورة أحمد رجل وهو بيكتب ثلاث سطور مثلا فيكتب لك حال السياسة كلها في نص كلمة فيكتب لك حال السياسة كلها في نص كلمة سال فيلم القصير كده ممكن أقول لك حاجات كتير في فيلم قصير و كان عنده حاجة اسمه الحب وسنينه و صور مقلوبة حاجات كلها على علاقات الأسرية والعلاقات الحب و يقعد ينتقد و كده في سطرين و دايما هو كان حكيلي حكاية كده عن سعد الزغلول و مش عرفش هدخلك في حاجات كتير إنه كتب مرة سعد الزغلول جواب طويل جدا و كتب تحتيه أنا آسف جدا ما عنديش وقت كي أختصر هزا الجواب ففكرة الاختصار وأقول حاجات كتيرة قوي في وقت قليل دي أنا بشوفها ملكة مش موجودة قوي يعني ما هيش حاجة تاخد وقت قل ده هو قل ما عنديش وقت اختصر فاكرة ما كنا مثلا ما بني باش تطيرين قوي فنرغي في التعبير فنكتب عشرين ساعة عشان ننجح بس مش كل حاجة كانت عويقة ولا ليها معنى جوا فهو ده كان دايماً نسبالي حمد راجب هو ممكن يكون الأستاذ مش مخرج تاني يقدمها هو و الأساتذة بقى كتير قوي بس في الأفلام الأبيض و سود في الناس اللي أثروا فيها محدش قوي شايف فهم مش شايفين بعض فلما بتبعد شوية زي الهليكوبتر كده و من فوت بتدي تشوف فلا كلمة أستاذ كلمة كبيرة مش عشان بنقولها يعني كتير و مش كل حد يتقلو يا أستاذ معتقدش هو إيه الإخراج بالنسبالك؟ سؤال كبير شوية معلش لا نجيبه نرد عليه إن أنا أختزل زي أحمد راجب أختزل لحظة مهمة جدا فيها صدق و فيها عمق وأقدر أطلعه على الشاشة إنت بت لو هتعمل ساعتين فإنت بتختصر زمن كتير زمن طويل قوي في الحكاية اللي عايزها في ساعتين مفيش حد عمره بيعدي في ساعتين أو ناس بتعدي يعني ناس بتمر بحاجات كتيرة جدا إزاي تختزل ده في النوص الساعة دي في ساعتين دي أنا بشوفها إنها سحر رهيب وصعوبة رهيبة وهي لازم تحمل صدق رهيب صدق حتى لو فيلم خيالي حتى لو الصدق ده أنا بالنسبالي هو الموضوع يعني هو ده الإخراج إن أنا بقى صدقة في أي كلمة بقولها عشان اللي قدامي يصدقها لما هيصدق هيعيش في الحالة هيعيش في الحلم ده ويواف على حاجة بقدمها له لكن لو هو حس فجأة أنه أنت فوقته وما أنت تفوقوا دي بيبكت وحش بتفوقوا دي يبقى إذا مش مصدق الممثل فأنت ما ينفعش تفوقه بتنازم تدخله في الحلم بتاعك يعني إيه فين دلوقتي شاب كتير عايزين يبقوا مخرجين فتلاقيهم مثلا شغلين بالهم بالكاميرات إيه بقى الإخراج بالنسبة لك يعني أنا عارفة بتسألني ده عشان اتكلمنا في ده على موضوع التكنيك أي آخر حاجة بتشغيل الفيلم اللي بيبقى ويفضل بعد عشرين ثلاثين سنة وأفلام لحد دلوقتي نشوفها بالشارطة كانت يعني ما كانتش أفضل تكنيك خالص بدليل الأفلام الأبيض وسود أكيد الأفلام ساعتها ما كانش فيها إمكانيات بتاعتنا دلوقتي فبتلاقي أفلامنا كتير أو إمكانيات طخمة وكبيرة بعد سنتين ثلاثة بتبقاش عايز تشوفه لأنه قائم على التكنيك ده اللي هو بيتغير كل دقيقة يعني التكتاك واليوتيوب كل حاجات دي ما كانتش موجودة لكن إنت بتتفرج على الحاجات القديمة من خلالها الجديد بقى دلوقتي اللي هو معتمد بس على الحتة دي يعني معتمد إن أنا التكتاك ده لازم أقول الحاجة في نص دقيقة لو اعتماده بس على الوسيلة الجديدة اللي متقدماله ما تبقاش الباقي يبقى الحاجة اللي فيها صدق فيها حاجة أنا عايزة أقدمالك بجد مش عايزة أوريك الدرون الجديد وطريقة التصوير بتاعت الهيكوبتر أنا عايزة أوريك ده مش حلو هشوفه وحسقف لك أقول التكنيك ده وصله رهيب لو ده مش مع مضمون مهم بتوصله للجمهور تفقده بعد الفرجة التانية كلام بكبر أوليك لا لا بس حالك أنت في أفلامك سعدت كتبتي صندرا أه إخراك صندرا وسعدت صندرا نشأت وسعدت صندرا بصال يعني إيه أكتر اسم أنا مستبزابة متناقضة شبه شخصيتي كده لأن أنا صندرا نشأت بصال صندرا بصال وطول عمري في المدرسة في كل حاجة صندرا بصال في الإمداءات صندرا بصال فجات فترة كان في المعهد بقى صندرا بصال إيه بصا إيه دا تقيلة وحاجات كده استسلمت لأنه ممكن يكون صندرا نشأت ويبقى لطيف يعني ليلا وساعتها بابا فرح لأنه بابا هو نشأت فهو فرح والعيلة غضبت يعني كده وأنا كنت تعيبا مش طاق يعني في حاجة كده وقلت هيبقى حلو قوي صندرا نشأت ونخليه كده طول الوقت بحس صندرا نشأت دي للمخرجة المشهورة اللي بتنجأ بس أنا جواه صندرا بصال أو صندرا بس فلنجحة دي واحدة تانية بالنسبة لي مثلا آه ففكر أبا صندرا بصال شكي أنه واحدة تانية يعني وعمل حاجات تانية فمو يعني يعني فيلم الجاي بس صندرا بصال أكيد نفسي أبقى كده آه ولعب كده يعني بلعب أخوي يعني اللي هو الفيلم قصير كتبت صندرا بصال فالنسبة يقولوا إيه دا ما عرفش يبقى يقولوا صندرا نشأت كاد من نفسها صندرا بصال يعني ما عانسوا شوية مفيش فأنا عملت زي حاجة كده ومش هقول ندمت عليها بس مش أنا صندرا بصال جوايا صندرا بصال صندرا فهم هو المهمة تكتب الاسم اللي أنت مرتحل وكده كده في النهاية آه في الأخر وعشان كده كنت بجرب صندرا وعمل كليبات وخليها صندرا على قد الكليب كده فهم بمناسبة الكليبات بقى دي أكت أول حاجة بتديتي بيها صح؟ لا كان مبروك وبولبول أول وبعدين فاكرة كانسيني طب أول خطوة بقى كتت عاملة إزاي؟ فاكرة كانسيني؟ لا مبروك وبولبول يعني تاني هيا سألت لا 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 ما فهم إيه صعوبة أول خطوة دي أول حاجة عملتها إيه عشان يجيلك الفيلم يعني إزاي جالك الفيلم أصلا؟ يحيى الفخراني كان عنده فيلم أنا كنت عايزة أعمل فيلم معين كده عنده والفيلم اتعطى لأسباب إنتاجية كتير قوي وكان كمان اللي هيكتب الفيلم يحيى الفخراني إبراهيم عيسى طب معلش إزاي أصلا وصلت يحيى الفخراني؟ آه دايما أوك أوك يعني دايما اللي بيبدأ أول حاجة آه هي البداية هي البداية على فكرة كمان يعني أحلى فترات النجاح بدايتك دي وتوصل للحاجة اللي تنجح فيها هي دي أحلى فترة يعني أنا دلوقتي حتى بحاول أستعيد ده على فكرة وأنا عايشة في الحاجات الأسعالي اللي بيعملها دلوقتي دي إن أنا زي مشروع التخرج السعيل ده إنك لسه كأنها لحاجة جديدة وممثل الله فولان ده جاه هيمثل نختار بيت مثلا قوم خبطين على البداية فالقول عايزين تصوروا الروح دي بتاعت البداية البدايات اللي يا حلوة البدايات حلقة بتاعتك أجمل حاجة تحصل في بداية ونجاح حد لو افتقدها فقدها تلاقيها دا متقيل لأن بقت اللوكيشن ده موجود وريني كده صور دي دي أوكي ده اللوكيشن ده الممثل آه ده هيجيلك بالشوائتين بتوعو يعني السعي إن أنا طلع حاجة عشان أثبت نفسي وأثبت موهبتي وأثبت الباشن والولاة بتاعي بتاع الشغلانة ده لازم أحافظ عليه طول الوقت فياحي الفخراني كان شابه ده إنت عايز أنا عايزة خلاصة المعد وأنا في المعد بيقول عليها بقى المخرجة الجامدة المشهورة الموهوبة كنت مشهورة من وانت كنت مشهورة بشكل المعد مشهورة إنك هتبقي حاجة يعني اه ماشي يعني دايماً ساندرا يعني بيجوا يعني تكلم عن نفسي كتير بس لأ كانت أحلى لحظة إنك بتحس إن أنت حابب حاجة حربت عشانها شوية على قدها وطلعت صح فالناس بتشاور عليك بتقول لك ده شاطر أو ده مهوب فيا دي طبعاً تفرح يعني فساعتها كنت حاسة إن أنا يعني أنا عارفة جوا إيه فبتحس يعني اللي قدامك ده يبقى أنت خسراً لو أنت مش هتجرب معي اللي أنا عايز أعمله يعني فاهم الحتة دي حتى لو نجم يعني ونجم وإنهم مش عايز خلاص بس ما بحسش إن أنا يعني مش بقول له تعالى بس وعارف لو حد يقول لك والنبي بس أنا عايز أشتغل لأ وزي قلت لك دي قبل كده اللي عاوز يوصل لحاجة بيوصل لها لو هو شايفها يوصل لها فهو أنت بتوضي الإحساس ده بيوصل لله قدامك إيه وحد يفتكر إن أنا يعني إيه وحد يفتكر عشان بنظر كتير وبحكي إنه أنا مش واصلي اللي جواي يعني إن أنا أقول لك أنا بس ما أخدتش فرصتي فرصتك أنا متأكدة هي دايماً موجودة يعني فرصتك موجودة ولو عايزة هتلاقيها وهتعرف تخلي اللي قدامك ياسق فيك ممكن في عقبات في حاجات بس خليك دايماً لو أنت حاسس ده اللي أنت عايزه الببان مفتوحة فخلي يعني لو أنت ده جواك هتلاقي حاجة زي اللي عايز ركنة لو أنت حاس مش هتلاقي ركنة مش هتلاقي ركنة ليه أصير ركنة موجودة بس أنت مش شايفها من كتر إحساسك إن أنا مش هلاقي ركنة لو أنت عايز تلاقي ركنة صدقني هتلاقيها وجربها هتلاقيها هي في ركنة في حتة بس أنت مش شايفها مش عارفة دلوقت يا بس يعني مفهوم يعني هو دي كده فأنا حسيت إنه كان مخلصين المعد أو كان فيه أفلام مطلوب مننا معد السينما هعمل أفلام تسجيلية مثلاً عن ناس بيكرموها في الأوبرا في المهرجان القاهرة ماما يختاره ثلاثة كده أنا وإثنين كمان نختار كان فيه مديحة يوسري و شكري سرحان و كمال أبو العالة فأختار حد منه أنا خطرت كمال أبو العالة أكتر حد مش معروفه هو منتير مانتير هو كان اللي عمل أفلام يوسف الشهين و بداياته مع يوسف الشهين و كل الحاجات دي ماما فكت حبة جد نعمل فيلم معاه الفيلم تسجيني عنه يعني وفاكرة بقى اني رحت لمافيولا وعادي يشرح لنا وعادي يشرح لي على الباب الحديث عشان كده المونتاج عندك حاجة مهمة من زمان يعني المونتاج هو الإخراج التاني للفيلم انت ممكن تعمل تصور حاجات كتيرة قوي لو ما تحطيتش صح تعمل المونتاج صح زي انت ما بتلبس كده يبقى انزى مش هيتشاف وممكن ماتيريال مش حلو قوي تقوم واخده وتعمله منتاج معين يتشاف بس العكس لأ بس عملت كمال أبو العيلة ده في الأوبرا وتعمل وكان أحلى يعني فيلم حلو قوي يعني ساعتها مش هقول أحلى فيلم ان مكان ايه ده ده فيلم معمول بشكل غريب انت بتكرم واحدة تروح تعمل له انترفيو لأ انا رحت له في مكانه وعادي يشرح لي حاجات على المافيولا على باب الحديد المافيولا دي اللي مش بيعرف طريقة المونتاج القديمة للسينما اللي هي قصة ولزق اللي بتاخد شريط قصة ولزق بس أصعب من كتير زي الأفلام الفوتوغرافية أو التصوير ويعمل مونتاج وبس وكان يروح بالبدلة يعني وروح المونتاج بالبدلة والكرافاتة ويمونتج بالطريقة دي أريح شغل شزار يعني فكان هو بقى وسعيد الشيخ وكمال الشيخ كان كل اللعباقرة دول المهم ما عملت الفيلم التسجيلي ده وفيلم عمله هو بابا أمين اللي يوسف شهين شكرا كنت عايز يوسف شهين يطلع في العرب المهم ساعتها شافوا يا حل فخران دي المرة دي المرة اللي روحتي فيها يوسف شهين والخليل ما تحكي لنا القصة معقولة دي قصة طويلة والناس ممكن تزهق لا ما حد شاهز كنت عايز يوسف شهين يطلع في الفيلم المهم بس ساعتها بس عشان ما ننساش دايح الفخراني شاف الفيلم ده وسلمت عليه وطول أنا اللي عملا الفيلم ده البرافو عليه كنت شطرة جدا هو ساعتها كان كمان سليم البدري أو كان ليل الحلمية كان في الحتة دي فأنا بس سلمت عليه كده بس حسيت ساعتها بعرف اللي هو انت هو لو سلم على أي حد أي حد بس سياح الفخراني بسلم على البنت اللي أخرجت الفيلم ده فأنا حاسها بقى سخير أنا اللي عملت الفيلم ده برافو عليك انت شطرة قوي بس بقى استطدتها بقى مسكتها دي هقدم له فيلم هقدم له السناني يعني البنت اللي عملت عشان كده كمان أي حد بقوله خلي عندك أمارة أي أمارة استد لحظة ممكن تجيلك فدي كانت أمارة يعني روح لفخراني يقول له أنا عملت إيه أنا واحدة طالبة في مهد السينما أنا عملت المافيولة بقى نوريله مشروع تخروجي وبعدين فيبقى فيه أمارة فيه حاجة بتوريله عشان بتعطي تتكلم عن نفسك كتير شغلي اللي يقول أنا بعمل إيه ومنها بقى حصل اللفة دي وياح الفخراني ودت له الفيلم بتاع إبراهيم عيسى حصل حاجات إنتاجية كان عنده بقى مبروخ بلبل قال لي إيه رأيك ده في التليفزيون بقى له فترة تعملية ونتعمله طبعا يعني يعني بسألني بس وابتدأ المشوار ده الكلام ده على فكرة مهم قوي لأن دايما لما بتطلعي بتتكلم من أول مبروخ بلبل بس الناس مش عارفة وصلتيله إزاي بقى صح أول مرة حكي حتة الفخراني دي صحيح يعني ما بقولك كانت عشان كده كان ممكن ساعتها ما عملش الفيلم مثلا اللي قالونا فيه تكريم هتاختارنا تعمله فيلم مثلا ممكن ما عملوش أو عملو باستهتار لا كنت عايزة أعمل كل حاجة صح عشان كل حاجة الصح دي هتبقى هي دي لسي في بتاعي هو ده اه احكي لنا بقى عن لما قابلت يوسف شاهين طب انتو الناس نامت ليه بجد لا بالعكس احكي عن يوسف شاهين لا ده فيه حد بياخد سيلفي تاريبه من كتر ما هو فخور فخور بالله لا الناس ونميتش خط دي دايما بقى اللي بتبقى مثلا حتى في الأفلام انو يا ترى الفيلم بتاعي ده لازم ببقاش فيه لحظة ملل لو لحظة انت بتقول حاجات كمان مش هامة للشخص وبيعمل حاجة راح يجيب فش ام انت مش مش سالك لا ما انا هقولك انت الكلام ده بنسبالك ممل لان هو حياتك لا لان دي حياتك انت عارفها يعني ايه التسليف كده بس بالنسبة للناس اللي بتتفرج طب هم عارفين يوسف شاهين ايه ولا خلاص كده لا يا اسمعوا عنه اكيد يوسف شاهين طيب كمال ابو العيلة عامل اول فيلم منتاج في حياته كان يوسف شاهين بابا امين فيلم كده في حسين رياض وبتاعه فانا حبيت ان انا اعمل عن مافيولا اقوله ايه اول فيلم ومعرفش ايه فاقل يوسف شاهين وكمان في بابا امين كان كمال ابو العيلة ممثل مع يوسف شاهين قلت بس هو ده بقى بعد اعمل ايه انترفيو مع يوسف شاهين او اطلعه حتى يتكلم فيه على كمال ابو العيلة عشان ده تكريم يعني وكان اصحابي بيشتغلوا في المهاجر تقريبا بتاع يوسف شاهين وكان في السحرة بقى وبيروحوا سقارة وكده واحنا كنا لسه انا طالبها في معهد السينما سألتها يعني لازم اروح يوسف شاهين وباي شكل ساعتها بقى لها فيه موبايلات ولا فيه حاجات وتقول قلقه تاخد معات مفيش ولما بيصور فيلم يوسف شاهين انسا انك تشوفه يعني انسا انه يقبلك في حتة اهوة في التصوير في اللوكيشن بتاعه في التحضير وكده فكانوا معي الوهد اصحابي بتاع صوت وكده بيشتغلوا معاه في الفيلم فطول ما اعيز اقابل يوسف شاهين وبتاع واسأله اذا ويطلع في فيلم كمال ابو العيلة فأنتي مجنونة يوسف شاهين بتسأله اه اجرب اسأله يعني ايه المشكلة وادوني اروح لتصوير يوم وكده ففاكت يعني عملي ما هانسة يعني قلت ماما انا رايحها نهاردة سقارة انت عربية مية تمانية وعشرين مش عارف ايه بتاع تاخوية اخوية اخوية اروح دي الجننتي هتروحي سقارة اروح بدري يعني على سبع ثمان يوم هيكونوا بيحضروا هاسأل ليسف شاهين وكده وارجع فيش موبايلات بقى بالعربية بيحضروا يوسرا كل بقى الاسماية كل الناس اللي في والناس تعرفني شوية يعني يوسرا تعرفني بردو ان انا صندرا الشاطر عارف اللحظة دي صندورة وش عارف ايه والبقى تعملي ايه انا انا بس اما يوسف شاهين يجي هقابله هاسأله على حاجة اه طيب وكان كل الناس اللوكيشن بديك احساس يعني البنت دي اللي جاي تسأل يوسف شاهين على حاجة في يوم تصوير دي اكيد مجنونة تماما يعني فانا فاانا فاكرة كان يوسف شاهين يسا ما جايش وابتدى هيجي هيجي الساعة كام تمانية تسعة عشرة بيحضر وابتدى يصور وانا بقى مستنيه اي بريك اسأله يعني فابتدوا العمال ونسا النهاردة مفيش بريك النهاردة بيش تغل فانا ارجع وامي مفيش موقع مفيش ولا اكمل فانا هكمل يعني مؤكد خلاص بقى يعني يوسف شاهين بيصور ودايما عينه يعني انا دوقتي لو انت حد هنا المخرج بيبقى عينه كده بيبقى عارف مين حد جديد في يوسف شاهين دايما عارف مين في البتاع وايه بقى هم مية وفي مجميع وفي ناس بترقص ان يلقت حد مختلف يعني او كده فانا فاكرة كويس او انا عادة بقى كان مع جم مع جاسر بتوع الصوت وبتاع وانا مستنيه اللحظة بس هروح اسأله تطلع معايا في الفيلم ولا وبسأل بقى المساعدين كانت ميم عبد واحد اسم مش هارف ايه ايه اسم بقولهم انا عايزة بسألوا سندرة انتي مجنونة هتسأليه بيصور انسي خالص انسي الموضوع ده فهو ما بيخوفوك زيادة يعرف لو انت هتخاف زيادة او ما تجيش جنبه فانتي بقى عناتتي اكتر مش هاجي انا هقولك كلمتين تطلع في حاجة الكمال ابو العيلة ده راجل كان معاك ولا لأ او روح بس مش هايزة حاجة يعني وخلاص اتدبست وسقارة واخر الدنيا واخدها العربية يعني فقالوا لي النار ده مفيش برايك وبتا هو بعمل ايه يطلع في الكرين ويعمل بروفات وراح فاكرة انه راح بيمعمل كده راح ببسسلي كده قوي ونرجع كده فقالوا لي بصي خدي الكاميرا قال يعني بتصوري الميكين كده وعمل لي انه اللي بسسلي كده وبسسلي بسسلي بسطلو هقول بقى ما بقى مش عارفة الكلب فروحت المسكة الكاميرا بتديت بقى صور فراح حد قالوله دي تابعنا ما تقلقش وبتصور ميكين هو كان بيعرف مين الصحة فيه مين ايه منها قالوا تابعنا صاحبتنا من معد بتاعه وبتصور ميكينج ماشي شوية بقى برضو راح حامل نفس الحركة دي عارف حركة تعادل الامام دي بسميها بتاع تعادل الاماملات دي كده ويرجع تقين قلتلو بقولك ايه قالولك كده انا فاكرك جمل بالزبط بتهتبصي دي شوية بقى بقى التلاتة الصبح بقى هادي والناس بقى وداما كده ويروح الكرين ويعمل الرقصة ويبتاع انا قلت انا ماشية خلاص بقى الفجرة الشاشة واسأله وانا ماشية فروحت بقى دخلاله وبقى كده بقولك ايه انا اسمي صندرا وطالبها في معد السينما وبعمل حاجة على تقديم كباله بعيلة لو عايز تطلع وانت اول حاجة بابا امين ده عملته معي وما روشش عايز تطلع اطلع يعني انت مجنونة تسألين دلوقتي بس انا بقى اعرف بقى غرامة انت ما انتفك انت بتكلمني كده ليه تفرد عليها كويس انت زي طلعيتلي بقى عرف كل الخوف واللحظة البتاعة دي انه بتكلمني كده ليه قولي لا يعني قولي لا وخلاص اه 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 ويسرى بقى من زي صندرا بلا حابتي بالزعق مع مين هو بتاع بقى بس بقى جاتلي بقى وانا بقى ماشي واخد انا بقى ماشي خلاص كنتقول لا هو بقى ببصره برضو كده من بعيد بيدحك وابتسم كده بقى موت اشوف البنات الحلوة متعصمة تعاية تعالي عايزة ايه بس وكله بقى في اللوكيشن يسقف واضحكوا ويسرى اي بس بقى هو ده الموقف خدتيهم اكيد لما ردتهمش اناس كمان لما انت حبب اوي حد زي ما انت تروح لنجم انت حبه اوي مسلا قوي ومستني اللحظة فيكلمك مثلا بشكل كده فبتبقى الرهبة بالخوف بالحب بتطلغبط فتقوم انا زعق على طولي انا اطلغبط ازعق فقال لي عايزة ايه بقى تقوله كده بقى بقولك ايه بقى بتعديل تقوله بقى خلاص بقى ولا عايزة ولا معرفش ايه عارف خدت اللحظة يعني خدت دي احلى لحظة انه هو راح ادلني بقى وبيسني وبتاعه متاع بس كده كده وانا كنت خلاص مثلا وقال لي يعني حيصور بقى مش حيجيلي وبيصور فكان استحيله وطلعت الفيلم بس حلوة تعرفت عليه وبحس طلوقت انه هو كان في الفيلم التسجيله بغض النظر هو كان فيه احساسي انه كان فيه هو القصة دي مرتبطة دايما اكيد لما بتحكي الفيلم اكيد بتقوم حكي القصة دي معاه بحكيها وبحس ان انا شفته في لحظة مختلفة عن اني اكون مثلا اتدربت فكل الناس دايما فاكراني تلميذة يوسف شهيد بس شفته كتير مثلا في المكتب قويت كانوا بيحضروا ام شايفان بقى في عرض خاص يشوفني ويسلم حلوة قوي علي بس عملي ما اشتغلتش معي بعد كده عملت بقى الاغاني بعد مبروك بولبل عملت فاكرة كناسيني الناس دايما فاكرة العكس بس كان برضه بعرف محمد فؤاد من خلال مش فاكرة كان من خلال ناصر او عارف لما بتبقى في مجموعة او حد عارفك وشاف المشروع التخرج برضه وكان دايش شايف مشروع ايه دا تحفة ومعرفش ايه فدائما اتكلم تعملي حاجة انتي قطيلي فيلم تم انا كنت رفضة الكليبات خالص كنت حاسة لا انا عايزة افلام مش مجاري مبروك بولبل اتعمل وفضل تقريبا ثلاث سنين محطوط في العلب زي ما بيقولو كساعتها العلب علشان اسباب كان قطع الانتاج بتغير مش عارف ايه فقالك لازم يتعرض في وقت معين حياة كده فكت حاسة عارف اللي هو انت مخرج مع وقف التنفيذ يعني فيلمي موجود وعملته مخرجة وما حد اشتافه لسه عاد ثلاث سنين عملها ومعرفش ايه عبال ما يتعرض عرض بسه فقلت هجرب الاغنية وكنت فاكرة ان انا الاغنية كمان عايزة اعملها تعلم لو ما عمل حاجة تتشاف تبقى صحة فقال لي بسه حتى مش عارف ايه طب نجيب بنات بتاع من استعراضات من فين ونعمل ايه وانتقول له هنجيب اطفال لش ما يعني كنت حاساك دايما كده محمد معرفش يعني كستعاد عايزة اطفال لانه كان دايما الكريبات برضو كان تحدي شوية طول وقت يجيبوا بنات حلوة بترقص وشربات وحاجات فيعني طول وقت كده حاجة فكت فكت وكنت عايزة اعمل فيلم قصير كأنه حاجة قصيرة ده كان الشرط ان انا اعمل اغنية انها تبقى مش واحد بيغني مطرب مفيش حاجة بتقيل وراه فعملت فكرة بقى اللي هو يبقى مدرس وزملته تبقى بتاعت موسيقى ويتقابله ويشوفه بعض وكلام من ده وفي الحارة زي نبخاتون وكلام ده كله صلاح مرعي اللي هو اعظم مهندس ديكوري يعني المفروض اللي هو كان هيعمل اخناتون بتاع شادي عبدالسلام اللي هو بهم الحاجات دي هو اللي نزل معايا يختار الاماكن اللي هصار فيها يعني مفيش حد كبير على فام ازي صلاح مرعي من زمان اصلا عندك الحوار ده يعني برضو في مشروعات تخرج طلبتي اللي اعملك راجح داود اه يعني ما بتخفيش تروحي الاسم كبير تقولي وتعلى اشتغل معي لا لانه لو فنان حقيقي مفيش حاجة يعني انا زي انا دلوقتي لو انا وصلت شوية ان انا الناس تصق فيا وان انا خبرتي احسن بيبقى من العبط ان انا لما يجي حد صغير يقولت له مني حاجة او كده ان انا اقوله الفن مفيهوش سن الموهبة مفيهاش سن فالفن ده عشان كاي بقولك يوسف شهين فضل يوسف شهين فضل صغير فضل صغير حد ما يومت 80 سنة ولا عنده كم سنة بروحه بانه طول الوقت يجلب الناس الصغيرة ويسمع افكارها يوسف شهين عمره ما بيكبر عشان دايما بفكر ان انا مهما كان عمري عمري يعني ليها امارة الحكاية دي فيه الناس مخرجين وفنانين ومسين ما يكبروش وفيه بيبقى هما صغيرين من هما صغيرين عاوز يتنجم ويبقى النجم ويبقى قاعد ممثل او مخرج او حاجة بيستكبر على الفن بيستكبر على الموهب بجد بيوصل لحالة كده هو من خلص انت نجم نجمية ليه حد تاته ده نجم بشكل تاني انا احب النجمية دي ان انا مكبرش فانه والفن بتاعي ما اقولش ان انا كبيرة على حاجة بعملها في شغلي فش كده هو فهمت فما فيهاش راجح داود قاله هو فنين راجح داود لحد الوقتي بيعمل لي الفيلم القصير مثلا بتاع اخوي عملهولي فهو هيقول لا ليه لو انا شايف انه دا فيه فن ان شاء الله اعلان لو فيه فن لكن هو مش بيعمل حاجة وخلاص وهو فهم حسيتي بفرق بقى وانت بتشتغلي مع نفس الشخص اللي اشتغلت معه مشروع التخرج بعدها بسنين تشتغلي معه نفس الشخص نفس الشخص نفس الضياع وانت نفس الشخص بلو نفس الضياع طب ايه اول عملي ما عايز افقد دي نفس الحاجة بيقول لك بحيث الوقت انه عايزة مشروع التخرج دا الروح بتاعته تفضل اللي هو البحث اللي هو الفرحة بشط حلو الفرحة بممثل قال كلمة ايه دا بشكل يجنن الدهشة والفرحة دي لو راحت انت خلاص انا رأي كده فايفان طب ايه اول حاجة بقى كسرت الدنيا بقى اللي هو ارادات بقى وصحافة وبرامج وكل حاجة لا هي من اول طلعة فيه دا بس بشكل مختلف يعني مبروك وبولبل فيه البنت اللي عملت فيلم وها صغيرة او الفيلم في حاجة في مشروع التخرج ايه المشروع دا اللي ناس تتكلم عنه ويجي حدا زي محمود مرسي يقول لي ايه الفيلم الجامل دا كده في فاكرة كانسيني اكتقصر الدنيا في الافلام بعد مبروك وبولبل ليه خلتني احبك كان ليه طعمه برضو ناس كتير قوي عملت افلام اللي هي التيمة او الجنرى بتاعت ليه خلتني احبك بس ما بيعيشوش يعني في السينما بس وخلاص مش معنى دا لسه الناس بتفرج عليه عشان قلتلك عليه فيها حاجة صدق برضو اعتقد يعني وانت بتعمليه ما كنتيش نازلة اللي هو نحتية ولا حاجة عمني ما بقى نزل نحتية لا جربت مرة في حاجة كده بشوين بس ما فلحتش خالص يبين بقى لا وكانوا الاربع يعني حلاء ومنزكي وكريم وحلمي وحتى الطفلة بعدها انت عملتها بطلة برضو بطلة صحيه كان دورة صغير مع عمرو وعملت كيجيتو صحيه وكيجيتو كان برضو مختلف عشان في بنت معي ما دا الصعوبة انك كل مرة عايز تقدم حية جديدة فده اللي بيخليك قاعد برضو يعني دي حلوة بس في نفس الوقت مش تمامي يعني لازم شغل اكتر طب ليه كل افلامك حتى لو فيلم زي ملاكي اسكندريا دايما بقى فيه حتة كوميدي كده يعني مثلا كريم عبدالعزيز قبل ما يمثل معاك كان جان اه ازاي بقى كوميدياني افتح له السكة ازاي بقى بتفتح له السكة لانه هو ممكن يكون هو دمه خفيف مثلا اصلا او دي روح اي مصري انا راقي المصري صح ببقى فيه حتة اللي هي دي فيها الخفة فيها اللي بتجيب كده اللي هو نص كلمة احمد رجب برضو السخرية فيه يعني عشان احنا شعب مش عايزة مش خلص مش هنظر وبتاع لا اقولي احنا خفة دمنا مفيش ديها في العالم العربي او في العالم ديها ما عرفش انا راقي يعني دي بقى انا معاك يعني متعصبة جدا في حتة دي مفيش اخف من دم منها خالص حتى ما انت تسافر برو اللي كان لانت من البلد في عد الامام وفلان مفيش هو كده فانت متحابي بالحتة دي قوي يعني فحتى في فيلم ساسمنس يعني رايه حتى المجرم واللا بيعمل بيسرق ادامه خفيف ايوbirth عارف اطلع وخفة الدم تعيش وفيه انسانية وفيه ذكاء بس كلام كبير بس دا حقيق الخفة الدم لازم يفيه ذكاء فاحنا شعب ذاكي بس الوقت ما نحاول نبقى يعني يا قوية بس احنا شعب ذاكي لانه الخفة ان انا اعمل افية على حاجة اعمل دي لازم اكون صائع قوي يعني جايباها كده عشان اعمل انها تضحك طب بمناسبة حرمايف كي جي تقول اللي كان فيه طفلة هنط بقى شوية بالوقت انت دلوقتي بتعملي مسلسل بطولته كله اطفال اه ايه بقى علاقتك بالاطفال يعني فاكراك يا ناسينيا عايزة مع اطفال كحرمايف كي جي تقول من اشهر افلامك بطفلة ودلوقتي ومالاكي سكندرية طلعت طفلة في الاخر اه كانت هي اصلا السبب اللي بيخلي المشهد دا حزينة مثلا اه وفي كل حاجة هتلاقي دي تدريب الاطفال او انك تطلع طفل بيمثل كويس زي الحيوان لو جبت كلب مثلا ويطلع حقيقي كده فانا رأي انه اصعب حاجة الممثل مش صعب ممثل والله ممثل نجم ممثل عارف يعمل ايه وفي ممثل يبقى جديد بس هتعرف تقول له واعي وبيفهمك وحيقول ان انت عاير وتقعد تمرنه انما تجيب طفل يبقى شكله طبيعي دا صعب ومش مش دارك بيجيب اطفال بقى وكمان يعني يعني عمالة تجيب طفل كده عارف لهم بسمعه الكلمة فيطلع عشكله يعني حاجة مش طفلة خالص فدي انا بحبها بحب اللعبة دي وبحب قوي ان انا طلع اداء كده مش عارف ايه طلع بجد ويطلع طبيعه ويقولك ايه ازاي دا بحب اللعبة دي فانا عشان بحب التمثيل قوي كمان فبحس ان انا بحب اطلع دا فحد مش المفترض يعرف يمثل وحيفهمك ازاي فبحبها مفهومة يعني بمش عارف اقول اجب بس بحبها بحب اطلع طفل ويلاقي مهبت ايه دا مس ازاي دي كده وتبقى طبيعية كده فبالتالي لما عملت الحاجة دي اللي ليه علاقة بالمدارس مثلا ما طلعتش يعني لان ليه حاجة حصري كده حصري جدا ليه علاقة بـ 52 فيلم قصير ليه علاقة بالاطفال باهليهم بمدرسين هم بكده فانا اعتقد انه مش سهلة وانا تطلع حقيقية وطبيعية واطفال بتتكلم دا المردي كلهم اطفال يعني مش طفلة ومعهد كريمة عبدالعزيز وحنان تورك دا هو كله اطفال ولان احنا بنفق يعني مفتقدين الحتة دي في مصر من برامج من حاجة تخصهم مش موجودة خالص وبنعتبر انه دا فئة عمرية مش متواجدة خالص فدي مصيبة لانه الفئة دي اللي هتبقى بعد كده تحب الفن اللي بتحمله هتعلمها صح فده مش موجود في السينما عندنا خالص فتلاقي يفضل فيلم فيروز يتشاف معرفش ايه صح مفيش ملك وشيطان بتاع روش دي ابازة والبنت الصغيرة ويقطع قلبك كده انه البنت جبارة بتمثل حاله فالافلام دي قليلة قوي ولا برامج ولا حاجة عرمافكي جيتو عرمافكي جيتو اي حضارة لوكيشن ليك يعني بو انت بتشتغلي انه هو اي حد معدي لو شكله هتبصي لبسوه مايك هييمثل فيقوم لابس مايك ودخل ممثل على طول انا بقى ليه بقى يعني هيفرق يعني الممثل اللي بيجي من مكاتب كاستنج او كده وجبت من مكاتب كاستنج اطفال اكبر شوية مستلوا كذا حاجة بيبوزوا بيبوزوا يعني ايه بيبوزوا بقى من كتر ما انت عارف يعني انت تلاقي بعد شوية كده هتلاقيك عايز تاخرج ان انا ما معاملش الحاجة دي نفسها لانه كتر الحاجة اللي بتعملها وعارف طريقتها تفقدها يعني خلاص تفقد اول طلع فيها تكتشف فيها ان انت الله ايه ده انا يعني انا لو انا بعمل بروجرام ده مسلا اول مرة في حياتي هتلاقيك في فترة كده ببهب الباسع هتلاقيني حتى الحلق وعملها مش عارف ايه وابقى عاملله دوشة ففيها حاجة معانا حقيقية عمران ما هتيجي تاني بس تيجي بس انا حاطيتها بقى الحلق برضو خلينا طبع يعني انا بقولك طول وقت انه البحث ان انت ما تفقدش حاجة حقيقية تعمل فالطفل بيبقى فيه ده ده اكيد والممثل اللي مش شرعوا لي انت بانا بعرف اممثل تعال انجر فلو فيه قبول حتى يعني هتلاقيه بيطلع حاجة حلوة قوي قوي دي ليها طعمة والنجم دي طعمة والنجم مش بس نجم يكون يعني احمد عز وكريم ودول لا النجم ان هي بقى استار عارف هيقول ايه وجاي يقولها لك دي ليها هيبة برضو دي حلوة مهمة برضو مهمة برضو بتنجز برافو عليك بتنجز وليها ومضة ليها يعني النجم مهما كان برضو على الشاشة مبهر مبهر فتخيلها مثلا مع كل الجودات دول مثلا ويجي واحد لأ هيبقى له طال بس انا عارفة دي وعملتها فكان نفسي اعمل ده بقى يعني كان نفسي اعمل نلعب بقى عشان برضو يعني مش هاولك شان ما فقدش ده انا بقى لي كتير ماشتغلتش بعد المصلحة اه وممكن نقول اللي خلاني احب دي واكتشفها ولا ايه يا الله اي ده دي لعبة حلوة قويل شارع الحاجات اللي عملتها في الشارع انها ننزل بالكاميرا فالناس تمثل فتلاقي طبيعة الناس وهي بترد بتحلم بايه احلم اعيش ايه الرد ده بتحلم بايه باحلم اعيش ايه ده فيبقى لها سحر رهيب كده ويقولها حلوة لها بتاع لو عارف انه بيمثل ويقولي باحلم اعيش انما انت بتبقى ماشي بالميكرو باسطة وتقوله انت احلم بايه عم باحلم ايه طفلة تقوله باحلم باحلم اعرفش والله يعني احلم معرفش لو فكر فيها وقالها هتفقدها حتى لو قالها اكاق بنفس الجملة عمرامها تطلع زي لها يعني قعدوا هنا تعالي قعدوا وحطلوا المايك وقوله بقى بتحلم بايه هيقول لكن هو ماشي في الشارع فتديله السؤال فجأة فهو التمثيل شبه كده تعالي امثل فجأة فاحتمال هتطلع حاجة مش هتطلع من حد عارف انه بيمثل تفتكري اهم قرار خدتيه في فيلم كده يعني هو الفيلم شغال اهم قرار خدته في فيلم هو شغال اه يعني ايو ايو انا فاهمة بس في كل حاجة فيه الاخراج هو انك تخرج اللحظة دي زي ما هي يعني زي اللي متاح ليك ايه رأيك بقى ان انت متفركش يعني دايما عندي انا كده قدسية معانة للناس اللي جات ومثلا جيه ونقول فركش دي يعني يعني انك بتتعني مش بس المنتج يعني انا احساسي كده ولا يا كريم دي معي اللي محملهاش انا متهنش علي الاخر لحظة فانك تخرج لحظة مش متاح لك لا مثلا الممثل اللي انت عايزه ولا الدكور ولا تطلع تطلع عمرك فركشت يوم؟ لا بقول لي يعني ببقى عفاركش كده وانا جواس ما لا فبيعرفوا المنتجين نقطة ضعف دي بس يعني احتمال اكون نفقى اه احتمال كان حاجة دي كور لا مش جاهز تماما ومش هينفقى وكده وانا حد طول وقت بيعمل مشاكل في الحتة دي فكت عارفة بس يعني مش تعويرة جامدة يعني حاجات ما كلها مش جاهزة وما جاتش وتتأخر فنص فركشة كده بس ما تهنش علي فالاخراج وفي ظروفنا كمان في مصر او في يعني فيه ظروف معانة كتير قوي تخليك ممكن تفركش بسهولة انك تخرج بقى اللحظة دي بالمتاح لك ده قرار صعب طول الوقت طول الوقت وبتحس كده بيتكرم فيها بيتلاقيها بتبقى حلو يعني بيتل على الشاشة عدد مفيش مشكلة طب مين الممثل فجئك في يوم التصوير يعني كنت جاي تعملي مشهد يعني خايفة منه شوية لقيت الممثل مبهر لا مفيش حد لا لا يعني لاني ببقى واسخة ان انا هطلع منه حاجة فهم يعني مفيش واحد مسك وتحس انه ضايع وتلع مبر ممكن العكس والعكس بيحصل مش هتقولي ولا هتقولي لا مش هقول طبعا العكس بتبقى فاكر الممثل ده هيجي بقى لا فبيبقى افضل حد ممثلش قبل كده مثلا لانه حرام الممثل احيانا من كتر التوتر والبانيك ممكن تحصل له النعاردة مش قد كده لكن لو مثل عمره ممثل وجدنا بنجرب لو همش قد كده خلص همجيب غيره فبتحصل العكس بس ممكن كتير قوي ممثلين يبقى هما حسين مش مبهرين ومع المونتاج ومع البتاق بيطلع مبر يطلع ممثل عشان دايما في حاجة كده كنت بقى راها واحدة ممثلة صغيرة ابوها وممثلين كبار ومعرفش ايه فاها راح هتمثل مثلا اول مش هدفعات فمتوترة ومش بتنام بالليل فاما قلت لها يعني ده مش شغلك المخرج ده فلان سيبي لنفسك المخرج يعني هيك كلمة بسيطة بس هيها دي مش مشكلة الممثل ابدا على فكرة الناس هاما غلط قولك اصلا انا بذاكر كويس انا مش مع الحاجات دي الصراحة المذاكر الممثل كويس دي يمثل كويس لو فيه لغة معينة هيقولها لو فيه بتاعي يستحضر انما يمثل كويس دي يعني يعيش فاما المخرج عليه يعيش هك اللحظة دي ما تجيش مذاكر هتقول ايه وهنا هشمر وهنا بتاع هوا المخرج لا يعني احمد ذاكي دي بقى حلقة خاصة بعيش تنقولها يعني بس ده كان بيلبس الروح بجد مش طب يا هو بيلبس السادات خلاص هو بقى السادات حتش كلموا بقى فايجي لكن لو هوا مذاكر سادات ولا حاجة هو بيعيش السادات جواه فدي اللي ممكن اقول الممثل عيش كده يعني انت لو انت شحات مثلا عيش ان جواك شحات عيش هر فاما بس ما حدرش اللي الدور يعني ما تشعر فاما مش عارف حاسة دي شغلتي في بيقولوا بقى يعني نور الشريف مثلا بيقولوا كان العكس كان اللي هو يذاكرها اه وممكن في النص لو حصل عطل ورا الكاميرا يلف يساعد وبتاع كان نور الشريف عادي ويلف يرجع عادي ده حقيق فانهي الطريقة بتحبيها اكتر مع الممثلين بص كل واحد اصلا انت بتجيل لي في ايقونات يعني احمد زاكي ونور الشريف وياحي الفخراني ومحمود عبد العزيز وعاد الامام فيه كم اسم كده يعني ماشا كل واحد حاجة مش هتيجي جنب واقولك اصلا دي طريقته وياحي احمد زاكي كان دايما يقول لي انا ودايما شاف هو واحي الفخراني كده فيهم حاجة من بعض وعكس بعض تماما اللي هو الموهبة يعني هو انا مش بحب دايما اتكلم كمان عن حد هو قال ايه يعني هو دي حاجة ترجع له وهو مش موجود دلوقتي فيقولك انا مثلا لو دور حرامي احمد زاكي يستحضر الحرامي عنده فيبقى الحرامي هو احمد زاكي لكن يحيا الفخراني هو يروح له انت فاهم يعني يعني يحيا الفخراني بيعمل دور الحرامي يحيا الفخراني عامل حرامي انما الحرامي ده بقى احمد زاكي يعني هو دخل في احمد زاكي بقى حرامي فهو دايما يقول لي دي هو فعلا فدي طرق مختلفة نور الشريف هيدرس الحرامي بيعمل كذا ولازم يفكر في كذا ويعمل كذا قبل ما ييجي وبتاع لو انا بقولك انه ده لازم يذاكر فبالتالي الممثل اللي بجيبه يعمل الحاجات للاول مرة يبقى مش هيعرف طب ما هو بيعرف وبيطلع ممثل كويس فتبقى ازاي فاهمني؟ هيعمل هاش قاعدة زا الحب مانوش قاعدة بنعد ننظر احنا كثير وفي الاخر مانوش اي قاعدة بصراحة فييجي ممثل للاول مرة يمثل يطلع جباري يجي ممثل خبرة يطلع ده دور ومشهد وفي الاخر كلها مسئولية المخرج مهما حصل يعني يبدو انه هو المخرج لما بحديت لقلي بس الموصل اللي معاك ده ما كانش حلو خالص معلش بس هو فبححس ان الطعن فيي انا انا ليه ما طلعتوش كويس يعني؟ غلطتك برضو بتحسيها كده؟ طبعاً طيب انت الجواز بالنسبالك حاجة مش مهمة خالص انا يعني بتحطيها في درجة كده تركنيها ايه الجايزة بقى الحقيقية؟ يعني امتى بتحس انك تكرمت بحس مش دوء يعني بحس هم بحبهم قاعدة تبقى جايزة شكلها مش حلو كمان مش عارفة اللي مش بيهتموا انه شكلها يبقى حلوة بجد حتة بتاعك كده ومكتوب تقدير حلو بس بحس انه لسه مجاش يعني كل حاجات اللي خدتها دي مش مش كلام ولا بحسها لسه 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 نعالتش حاجة بقولك حسن نفس الروح اللي جوا بتاع مشروع التخرج لسه نعالتش حاجة لم تبي قاعدة في السينما كده مثلاً؟ طبعاً والناس تقولي دلوقتي اللي بموت فيه انه الناس انتي فين حرام عليكي؟ انتي بتعملي كده ليه؟ بتعملي فينا كده ليه؟ انتي الجننت ويزعاولي قاعد بقى حرام عليكي؟ انتي عادة تعملي ايه؟ خلاص بقى وبنك كده يعني دايماً فيه كده ايوه ما هو انتي دايماً بيجي لك ناس تعرض عليكي شغل ليه؟ ليه ما بتشتغليهوش؟ عشان عايزة عامل حاجة بحبها قوي ونفسي فيها وكل ما بقعد بقلق اكتر وده مش صح ما بقولك ده مش صح؟ يا مش عايزة وسه نقعدة لا مش صح ما اشتغل والحلوه هطلح حاجة حلوة في كل حاجة لحد بقى الإنا عايزاه فبقى لا بخاف عايزة كل حاجة بفيه حاجة مختلفة مش صح؟ في وقت دلوقتي يعني حاجات كتير قوي بتتعمل وبتحصل ومش عارفة عايزة تواجدي فيها يبقى مختلف فاهم؟ فاهم شوية اه يعني مش عارف عايز اعمل حاجة حباوي تمهونت بس ما عمل حاجات الاطفال دي حتى لو هي مش ده الفيلم وكل حد يقولي اه ده حلو بس فيدي الفيلم بقى انا عايزة اروح دي دلوقتي يعني انا بدور عليها اللي هي المشروع اللي هي الحاجة اللي لسه جديدة لسه بكرة كده لسه في حاجة انا فاهمك بس معطرب يعني ما انا فاهمك لان انت افلامك القديمة اللي كسرت الدنيا صح؟ ما كنتيش برضو حاسة ان هي جاهزة اه فانتي دايما عمدك الاحساس ده عشان عايزة لحاجة مثالية اه بس هو مش حقيقي يعني ان شاء الله تنزلي تعملي فيلم و تكنسلي بقى الافكار دي ان شاء الله ولما بتطلع حاجة زي الاخوية الفيلم القصير ده فلاقي برضو رد الفعل كده هو فعلا ما يشبعش دايما انت قلت بس بلاقي الله تمهو في ايه بقى يعني اه فعلا ولازم اتزق انا دايما برضو لازم اتزق يعني لو هتساب كده هتساب فلازم اتزق انه حد يقولي يلا اه ضغط والدايما اللي بيضغط علي بس والاخر يعني بشكور ان هو ضغط وطلع حاجة فاهم؟ فاهم انت زي بتنظمي وقتك يعني بين شغل بقى و ما فيش اي تنظيم فيش اي تنظيم ابدا وانت عارف اه وانا لسه بفكر ان اروح لحد باي بتدي ممكن يعني ينظم لي حياتي مثلا ما فيش خالص موايدي كلها ما فيش المواعيد غير في التصوير لو التصوير عارفة فيه الناس وجاتوا يعني تصوير ومواعيد المدرسة الصبح لا يعني في حاجات كده مش عارف اعمل فيها حاجة بس غير كده انا اشتكرت السؤال ازاي عارف انظم نفسي مش عارف انظم نفسي لا انا نفسي الحقيقة نفسي ما باني طب كنتي منظمة زمان برضو يعني اتطمن انا نفسي انت و كل حاجتي على اخر لحظة يعني لو انا هتسمى حاجة اخر لحظة وبتيجي حلو فيمكن برضو تدلع ان الحاجة بتيجي فامني عشان بتيجي حلو حتى تحضرها دلوية تبقى حلوة زي لو انت عايز من ناس لو انا حضر بقى مثلا اسبوع عشان عايز من الناس مثلا بقى لك وما يحصلش بلغي العزومة يتبقوا عليك بقى فاخر خمسة دقيقة تحضر الحاجة تبقى زي الفن فده بوزني ومش صح قوي انه في حاجة بتضيع منك عشان اخر لحظة فتنظيم لغير منظمة وما جاية لك بكره الموعيد وعد قولنا انا ايه اللي قلت له اه ولي قلت له الساعة كزا وانا ممكن الغي بقى انا مش عايز اروح كده بقى يعني بجد كل حاجة على اخر لحظة ودايما مستعجلة ودايما شايلها لحاجات ها يعني اقول لو رتبت نوسي ساعة قبلها هو الموضى ده في حتة عبقرية بلا عبقرية بلا احط الشنطة بلا ليه دايما الحاجات بتقع مني وليه دايما فيه تقارة شنط حتى كده عشان منساش وليه دايما فيه قوضة كده غير مكتملة ونقص لها لمبة ودايما كده وحاس عايزها الوقت اللي عمي فيه وقت ما تفهمش بقى بيحصل ايه بس طفل حيطة اشوفها عملي دلوقتي بتلاقب قال ما انت فكرت اللي معد جاه فبقى اتأخذ فاهم مه 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 مفروف لم منزل اوصل سليم حيان اوصله مثلا فبأخره اليوم اللي هو بيبأ أسهله فيه ايش عايز انا سيبي يني طب ايه المعد بقى اللي هو استحادة تأخري على ايه بقى لا ده بتجهزيه من بدري بقى دي ما فيهاش ايه بقى والله ما حرفش ايه والله ما فيش ما فيش؟ والله ما فيش انا حاولت افهم برضو يعني مش لقياني ملكة في الموعيد الصراحة لا بس في التصوير لا يعني ملتزمة وحنو اسلم الحاجة صح ولا واول واحدة بتيجي اللوكيشن والجومة اللي هبنسمعك برامن لا مش داعمل على خبارك لا فيه بس انك انت مثلا محضر حاجتك من الاول وعلم ما تفهمش بقى لا انتي حتى لو محضرة بتيجي يوم التصوير ابي حامل حاجة تانية خالص ليه بقى فيه حاجات محضرة بتاعمل مش عارفة هادي يعني مش ليه لا عايزة عارف ليه يعني دي حاجة انت بتيجي يوم التصوير بتحس ان اللي انت محضرة دا لا انت انا جيت هنا ولقيت المخدة دي كده والقعدة مش عارف ايه وبتاع يعني خلاص لو انا لازم اقلع الحلقة عشان عامله اذا اقلع الحلقة كل حاجة بلحضرتك اتواقم مع اللعقة لكن لو انت محضر قوي والتحضير دا احتمال اكون في حياتي قبل كده كنت محضرة حاجات قوي ما حصلتش ممكن دا عمالي عقدة انا بحاول اكتشفها معاك او اروح معاك بس انبدي فلاقي ان بطلطع فما رأي اني حاجات كده فتتأقلم معا لو فيه تغيير يحصل لازم اتأقلم معا بقولك هو الاخراج ان انا افرد انت مجلكش الترابيزة اللي عايزة في الشوت هتلغي التصوير ممكن تفاركش تطالبها من لكن اتوامع دا واطلع حاجة برضو جميلة دا برضو شطارة من نوع تاني اه بس لا تنظيم مهم برضو مش صح انها بعمل كده يمكن تطلع عبقرية في حتة بس حتة تانية بايزة هو دا اللي خلاكي تعملي فيلم باحلم دا حلو جدا انك مش متعودة ان تروحي يلا الزبط بننزل يلا تسأل يطلع حاجة المونتج بقى تلوص فيه ماشي بس اللي هي اللحظة الفطرة ان انت مش محضر قوي لحاجة انت عمرك روحتي دخلتي لسينما فيلم من افلامك كده عدت وارها من غير ما الناس تعرف ان انت مخرجة حرامي افكي جيت اوه وايه بقى حسيتي بقى حسيت تحفى لانه كان كل الناس بيتكلم يا البنت دا مش ممكن الفيلم التفوية شو فبيتكلموا عليك كأنك بالزبط لو حد مات يعني قولوا حيقولوا علي ايه بس مش كده انت بيتكلموا عليك لأك شار يعني وانت مش موجود بيحكوا عليك حاجات وانت مش موجود ليه الحكي يعني مش عارفين بالحقيقة بقى كلها طب فيه ساعتها افهات انت كنت عاملة حسابك تضحك مدحكتش قوي وحاجات طبعا طبعا هي دي دي اهم لحظة فيه افهات كتيرة قوي تبقى انت حاسس انه ممكن يعني دي دي انا لطيفة يعني انا انا كان المشهد دا مثلا عايزة انه خالد صلع و واحمد ما يكلموش كتير عشان دايما كنت حسن أن الملاكي كما عايزة اعماله عارف السيناء ما زيانك راح في السيناء ما تلاقي وش كبير واداء تمثيلي كنت دايما نفسي قوي في الملاكي دايبها عامل كده شاكت لاقي الوش وش كده نفسي قوي في الاحساس ده فكت عايزة في العازة كمان يبقى الأحوار قليل قوي بينهم لأنه اللحظة عارف لما أنت تبحثين اللحظة أهم فالكلام إيه اللي هيقول فعايزة الصورة توضح اللي بيحصل فكان لازم يقوله أنه واخد فلوس في الحكاية دي واخد 2 مليون فمش عارف إيه نعمل إيه ويقولها له 2 يقولها له مش عارف إيه فأنا كده وأنا حاسة أنه إزاي يقولها وكده فأعمل له الحركة دي فالله لذيذة وحلوة وخلاص في السلوة بقى أنك تحس دي ياه الدحك والبتاع فانت قلبك يفضل يدق بقى دي أحلى حاجات بتحصل طبعا الحصان بتاع أحمد عز في المصلحة أنا عندي الوسوس دا مثلا لو لمات كانت لقين كل شوية بعمله كده فكان فعلا في حصان في الدكور كده ومحطوط حصان يا حرام الوش هلغة جبنا الاكسسوار فلقيت حصان دي كل شوية بعدله كل شوية بعدله فشخصية عز المفروض عنده لوسة برضو بتاع المخدرات دا فحسيت أنه هيبقى لذيذة وإنه يعمل لوسة كل شوية دي الحصان دا اللي شكله كده ويبقى عنده حاجة في دماغه بايزة شوية فتبقى دي طب أنت إيه أكتر أقرب لشخصيتك يعني ملكي سكندرية الحصان ولا ولا حرامفك جيتو كده لا الاثنين لا الاثنين والاثنين بيزيد إحساسهم يعني الحبي ليهم لما يتعرض ويلاقي نجاح يعني الراهينة في السينما ما كانش نجاح ملكي سكندرية ملكي لا ملكي الأول لا من أفهمه بس قصدي كان قبل ملكي على طول ما كانش نفس اللحظة بدلوقتي الناس بقى يتحبوا يعني يبقى مختلف ليه بقى؟ لأنه كمان ما ينفعش تقارن حاجة بعد حاجة على طول الناس بتققى إيه دا زيه فهم؟ المقارنة ساعتها في وقت العرض حاجة تانية غير لما يخلص كده كل حاجة ساعت بتبقي مش حابة لحاجة لما الناس تحبها تحبيها؟ عارفها الإحساس دا؟ عارفاة بس ما بتضحكش علاقة فيه لا طب انتي أصلا بقى بتحبي أفلامك؟ مش كلها بحسها دايما لسه نقص حاجة ايه أكتر فيلم بتحبيه؟ بس ما تقولي ليش آخر شتة؟ كلهم أفلامي وبتاع لا مش عايز أعرف آخر شتة عايز أعرف في الأفلام الطويلة بحبك جيتو ملكي حرمي في كي جيتو وملكي أه بحب حرمي في تايلند قوي عشان أماكن والحاجات وكده بس هو برضو كان بعد حرمي في كي جيتو فالناس قال لي حرمي في تايلند يعني فيها؟ أنا جب بجيلي فترات بحب حرمي في تايلند أكتر وفترات تانية بحب حرمي في كي جيتو يعني مش عايزة أنا كده برضو بس ملاكي عشان كان الواقع بتقولي أكتر فيلم فممكن يكون ملاكي طبعا يعني أكتر فيلم ملاكي دا اللي عمل برضو أكترهم بقى كان ليه خلتني أه ملاكي بقى والمصلحة كان عشان عز والثقة موجودين مع بعض و فكل واحد ليه عارف حتته بتبقى صعبة بقى هتقولي حاجة؟ بقول إنه لسه الحاجة اللي إنت بتقولي عليها وإمتى ما حصلت ليش لسه مش حاسة إنه لسه أنا حاسة إنه لسه جاية السنة جاية إن شاء الله يا رب الحاجة اللي هي ممكن على فكرة ولسه زي ما بقولك بقى الفنان لما حسة إنه خلاص يبقى ما فيش حاجة دي لا أنا حاسة لسه يعني فعلا طب كانت صعبة بقى لما بتشتغلي مع اتنين نجوم وكده اتنين ممثلين بيرخموا بقى لبعض والحاجات دي؟ يعني مش عايزة أقول بقى بس يعني كانت أحلى كواليس في الدنيا كانت رخامة بلازازة عارف اللي هو بس انت ركز فيه بس بلازازة يعني بجد يعني ساق عمل زي نور شريفشو يعني هو بص إيه ده حاسب بص المكروفة أنا أقع منه يبقى يعاد معاك كده يقولك بص حالا دلوقتي اللامبة هتقع أنا أقولك تقع وتقع لأ والساق أنا افتكرته في الأول بيوان ياما وهي بتقع تقع فعلا فيا حمال تبركز ملا بجد بص العربية دي بصي ماشي الكوالتش بتاعها يا فارع دلوقتي حالا عشاني طلع لها حمال بص تلاقي العربية بتفرق بتكلم بجد فجنون بقى وهي زو كده يعني الساقة مرة أنقذ واحد كان معينا عمر ده مساعد مصور فعمر ماشي وفجأة متفهمش عمر حصل إيه في لسانه فحس إنه بينافسه بيروحه بيقع بجد إحنا الساقة بنمسه هو شافه إزاي وإيه ما تفهمش حاجة رح جاري واخد عمر مسك لسانه وطلع لسانه برا عمر فاق كان بلع لسانه؟ كان بلع لسانه الساقة إمتى شافه وإمتى يري وإمتى ما تفهمش فعمر إيه بقى أشعر من كتر ما هو إحنا فيعز كانت قلت بس يا أحمد بس ركز بس في أداة ركز يا عمي في تمثيلك إنت بس وما كده فكان ملاذا بس الساقة فعم بيرق فأنقذ الولد وإحنا مزمننا يا أحمد مجنون بقعد يطلع في قل بتاعه فهو بيمركز في خمسين حاجة فيقعد حتى مع الساقة مع عز يقول له بص يا أحمد أنت تحط دي كده أنا أقول له بس ركز بس والنبي وحاجتك يا أحمد وهو في عمل بص حط دي وأقول لي أحمد تبركز في المسدس بتاعك يعني كده فكانه لوزاز كان لا يجننه بس الحاجات دي مش هبتتتكيش عن الإخراجنا في بالعكس دي يعني حلوتها إنو كانت تروح كده خالد صالح برضو خالد صالح لا رحمه خالد وعز في ملاكي وفي روح معانا كده دي أمر وغادة ونور لا انت يوم التصوير بالنسبالك أصلاً بيبقى جد وبتاع أول طلعة بس يعني هي أول طلعة الكاميرا فيني يا أستاذة دي بتموتني بعد كيه بتفكه آه لا وده يعني الكاميرا فيني يا أستاذة في الأول كانت أصعب لأن أنا كنت عايزة أبقى عارفة حتى لو أنا مش عارفة حتى لو مش واثقة هي الكاميرا هنا غلط بقى مش غلط هنا والناس تعرف إن أنا عارفة عايزاي دلوقتي كل الناس عارفة أنا عارفة أنا مش عارفة عايزاي فهم؟ لا أولا ما حدش عارف كده لسه حدش عارف؟ يعني باخد من روح الناس اللي قاعدة وأقول ممكن تبقى هنا ممكن يعني عندي كده والممثل ويقولها إزاي بقيت أكتر مرونة إنما أنت في الأول عاوز تثبت إنك عارف وعنيد وهي هنا ومش هتتغير أنا عارف أنا عايزاي وهل ساعد في ده؟ هل ساعد في ده الدخول الديجيتل؟ يعني زمان برضو لازم إنك عارف أنت عايزين أكيد ساعد وبوز بوز 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 طبعا بوز إيه؟ عشان برضو نشرح إن زمان ما الناس مش فاهمة زمان ده لو يعني الزمان الفيلم بيبقى بوبينة يعني بيسموها بوبينة عبارة عن أربع دقاية هتحط الخام ده في الكاميرا والأربع دقاية دي هتخلص تحط بوبينة تانية فإنت ودي بفلوس كتيرة قوي تحمدها بفلوس بعد ما تخلص إن أنا عمل لك نسخة عمل تامل عليها المونتاج فلوس فهو الموضوع فعلا اللي هو الأفلام اللي هي المنتج بيشد شعره هتخربته بيتي دي الصورة حقيقة لأنه أنت كل مررر دي يعني الر دي فلوس دي الرر دي فلوس لها بتاعت البنك هنا دي مفيش ثلوس يا عم ناخد ساعة واخده اللي انتوا عايزينه بعدين فدي خام وده ده بقى كنا ناخده كمال ابو العيلة اللي هو المافيولا ياخد شريط الصوت بقى عندنا شريط الفيلم يعني والصوت وهنقطع في كل بتاعه وهنحط الديزولف ده مع ده نجربه وهنحط مش عارف ايه ودي كلها لو الناس مش عارفة يعني بنبقى المشهد قد كده شط واحد شط اتنين شط كده وكل ده المساعدين بيقطعوه وبعدين معلم يقطعوه يحط كل شط جنب بعض عشان يجي المونتير بقى المعلم بقى اللي هو اللي بيقوم بالقابل كده مساعد المونتاج يجي المونتير بيجرب دي مع شط واحد والكت بتاع ترك زي العربية كده انا جربتها مرة واحدة بس فما بيقوا بولبول بس يعني بعدين دخل الديجيطال عشان بحسوش ان انا قديمة وي بس كده وبعدين ترك فده اللي زق على دي لا بس ده ده المونتاج بس ده المونتاج بس ملاكي سكندرية كان فيلم كان سينما وتعمل ديجيطال مونتاج بس استيل التصوير بيعد فلوس بيعد فلوس في ملاكي تر كده المصلحة كان نص سر ونص ديجيطال فجرفت كل الحاجات انهي بقى احسل احلى بالنسبة لك اريح لا انا بقولك دي لها قدسيتها ان انا خلاص هادي خلص ترك خلاص بقى انا هادي خليك بقى والكاميرا شغالة وبيروح يجيب الشاي ويقعد ور دي ما فيش كلام ده دي موقع دي ضايعين لو عملوا كده والخام يتغير كمان وليها قدسيتها فالموضوع كان لي الحالة دي طبعا مؤكد ان انا بعمل كده واجرب اصور من هنا ونجرب هنا زي انت البني قدم المتدلع كده خد من كل الزوايا سيدي بس برضو لو انت مهوب انت مش هتطلع حاجة فهمني؟ لكن هي بقت اسهل انه ممكن اي حد يخرج مش مهم يبقى فيها روح يبقى حلو بس يخرج هتصور من هنا وهنا 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 روح للمنترن طلع حاجة الروح دي بقى لا الروح دي ما بتجيش بقى ولا يعني دي حاجة تاني دي مش هتفرق لا الروح والموهبة دي الواحدة بس هتقدر تخرج تطلع حاجة اذا مانك هتعمل شوت وحش هة من هنا وبعدين من هنا البعيز بقى مش فيش حاجة فبوزت اني باردو ان انا مافي يعني ايه بقولك زي انك تبقى متدلع إنت عندك كل حاجة فما تحدش بقى يصور بقى عشرين ساعة واعمل مش عارف ايه واي جرب في المونتاج كل حاجات لازم قولك انه فيه توقيت معين نبآ لأ ما تصورش كتير نبآ لأ ما تعملش عشان نبقى لها قدصية قدصيتها أه؟ وهو أنت في المعهد كنت متخيلة أنك هتنجحي كل النجاح ده؟ لا أنك كنت متخيلة أنجح أكتر مش فهمها أه بجد أه أي وانا معالتش حاجة لسه يعني إيه الحاجة طيب اللي كان نفسك تحقيها وانت في المعهد حاسة لسه محاكت لا كنت حاسة أن أنا أسكر والكان والحاجات دي دي يعني عادي لا أبسط حاجة أه بس عشان أنا يعني ما بقولك مش أبسط حاجة كمان عشان دلوقتي حتى أسكر وكان يعني أراق نققاد أراق بتاع ممكن تبقاش صح ولا طموحي أنا أروح مش قوي كان قد ما هو الفيلم يعيش وبفيلم مهم فهم إنما أنا بعدها عملت الأفلام الجمهرية دي اللي هي يعني آه قسرت الدنيا ومش عارفة إيه ده مش شرط الجمهر يعني لو تقولي أفلامك دي هي اللي تروح كان لا ما تروحش هي مش بتاعت مش كان بالذات بس يعني قصدي الأفلام دي هتعيش جمهيري بس هي كده نفسي قوي في أفلامي تغير حاجة ما هي بتغير حاجة الكفاية بتغير المود يعني بس إنك دايما تقولي كده بس بحس لسه أفلام لطيفة ولذيذة وجميلة بس لا اللي لسه فهم يعني هو حلو إنك حاسة كده ده حقيقة بس أنا بقولك الحقيقة لا هي بتغير حاجة وهي أفلام هتعيش وعيشة يعني فهمها أكي أيوة بس برضو يعني مش عايزة أقول بوزتني الأفلام اللي بتاع بس دي نوع وإن ده نوع تاني يعني أنا أفلامي اللي هتروح يعني أحس حتي بشبه الحاجات اللي عملتها في الشارع بحلموا اللحظة دي قوي فهموا؟ طب بمناسبة الشارع بقى أنت دايما بتقولي مش عارف مين مثلا ده شوارعي وبالمعنى الحلو من شوارعي بقول شوارعي؟ صايقة بقول أيوة مش شارع يعني فهمها أه بقالي أه بتقولي شوارعي أه لا لأ هجرب هجيبها لك أه بس هي مش شوارعي ما بقولهاش كده أه يعني قصدي دايما خربش أو يعني حاجة قصدة كده بقولها بس مش شكل أنا كنت تفاكر شوارعي تقريبا طيب المهم بتحس إنك كده أه طبعا جده شوارعي أه أه بتاع الشارع وقصدك كده اكتسبتها منين دي بقى أظن من تربيتي وبقتي وأنه مش شوارعي يعني يا فتكرو أه أبويا لا ما هي بالمعنى الحلو أنا فهم أه إحنا من عيلة تعتبر ما عرفش اللي هم اللي شوية لبناني وسوري وبتاع وحاجات فيه كده وتركي فيه ده أه أه وعايشين في رمسيس ومش عارفة زيه وكده هو يعني أه بس دايما أنا شايفها أبويا أبويا كان أمر يعني بجد مش رؤس دي أبازة وشابه وكان بيقفوه في الشارع وقت يفتكروها ويعني بابا كده وابن الناس البتاع وآه ودايما قاعد مع بتاع اللب وبتاع العصير تحت يعني دايما عندنا كده قاعد معاهم دول صحابه ويكلمه وما بيتفضلش يعني مش بيعمل نفسه بيتوضع مش بيعمل نفسه هو بيكلمه فهم صحابه بجد يعني ممكن أنا دلوقتي شايفة الصورة دي من بعيد أه اللحظة دي ودايما انت تقوله مثلا إحنا إيه إحنا مصري يعني بابا ما عندوش إحنا ديما ولا بقى يتنصل بقى بصراحة أنا مصري وعندنا مثلا ناس كتير المسيحين متجوزين من مسلمين فده إيه؟ ما بنقولش كمان ده مسيح ده مصري عندنا دي فأنا حاسة ان انا كده قوي دلوقتي أنا حاسة ان انا مصريا ما بعرفش أنا إيه أنا بصراحة ولما سافر برا لا بعرف أنا ديني إيه ولا شكلي عشان كان يقولي المرأة انت مرأة أنا مصري مصري جوة يعني دي اللي ممكن عايز فيها مش يعني قصدي دي أنا مصري بقى فبكلم ده فبابا كان دايما حقيقي ده مشهادي أشوف أبويا وأمي طبعا كده الناس دي بيكلمها أصحابه ما عندناش بقى حتة فهم أنا دايما أنا أصلا بلاحظ دايما بتعرفي تخلاقي حوار مع أي حد أي حد ده معادي كده هتعرفي تفتحي معا موضوع وتاخده وتده وبفتحه بجد فهمني مش بحاول لا لا وبتبقى مهتمة بجد وكبير وصغير لإني لو أنا برضو بشوف دلوقتي مبعيد شو عادة نظرة بكلم بني آدم أنا عايزة أخاطب قلب جوة بكلم البني آدم فالبني آدم ده ملوش لملة ولا جنسة ولا حاجة أنا فأنا رأي عشان جده الشارع بالنسبة لي بني آدمين في الشارع وحرامي هعرف أخطبه عايزة أعرف بيعمل كده ريه فدي معا مش بعرف بقى اكتسبتها منين بعرف أكلم الناس إن هقول لها كده وهي ده بيبان في الأفلام على فكرة بتبان في الكوميديا قوي كمان يعني وعشان كده خفة الدم أهزان بقولك عشان المصريين دمهم خفيف فلازم يبقى فيه خفة الدم حتى لو وهيتشكوك كان بيعمل جرائم أفلامه كلها الساسبنس وجرام ودمه خفيف جدًا بيطلع على التريلر بتاعه وبتبادلة وكأنه غريب في البحر لو تفتكر فيه فيلم كده ويطلع هو بيقول يقدم الفيلم بتاعه وفيلم ساسبنس رعب سايكو رعب لسهو دمه خفيف فخفة الدم دي هتبقى معاه في كل أقلاج إيه أهم عنصر بالنسبة لك في الفيلم؟ من العناصر الموسيقى بتاع الحاجات دي كلها الورق اللي مباشي موجود كتير دلوقتي أكيد يعني المحتوى لأنه لو ما فيش محتوى بقدم لك مثلا صورة بس بقدم لك موسيقى بس هيبقى نوع تاني من السينما إنما المحتوى مهم أوي هم إن أنا عرف أسليك إزاي وعرف أخليك تبقى في الحلم ده فهو إنك هو ده العنصر إنك ما تزهقش إنك تفضل جوا الحلم ده ما تطلعش منه القصة بتاعت الفيلم بالنسبة لك دي من أهم الحاجات والقصة اللي هي الممثل ما لازم عشان قصة توصل يبقى في ممثل عارف يوصلها يعني أنا بموت في التمثيل التمثيل أنا بالنسبة لي هو أهم حاجة لازم المخرج يبقى بيعرف يمثل؟ أنا رأيي كده أنت عرف يتمثلي؟ بموت ومثل ما أنا بلاحظ لما بيبقى في مشهد بتحب قوي تخش يتمثلي ما كان ممثل توريه ووريه ويبقى مبسوط قوي ولاي الممثل قدامي بيرغرغ ويحسن فبقى مبسوط قوي طب ليه ما اشتغلتيش ممثلة؟ عشان أمرأ صغير كنت درسة ده يعني عامل أخذر ولا درسة ولا حاجة يا جات كده الممثل كان يعني الوقت طلع في دمسية خبر وشكلي ويا ترى بقى دي فدي حرام الممثل غزبا عنه وراجل أو ستة طول وقت وشه هو كده فمؤكد وبعدين برضه عشان أبقى يقول يا راتك تمثلي لكن لو أما ممثل وممثلتش حلو قوي هبقى عادي فدي راتك تمثلي بقى بس كل المخرجين اللي مثلوا بيتميزوا جدا لأن بيعندهم باكراوند كده هو أصلا مخرج فهو فاهم هو بيعمل ايه؟ مش كلهم يا هادي مش معاك لا مش شرط يعني حتى يوسف شاين ليه ومضة كده وبيمثل مش معناه أنه جبار لأنك بتاع بعارف لكن أنا لما ممثل اللي قدامي ومش بتصورني بطلع كل حاجة بس لما ممثل وبعارف أن أنا مخرج وأقول الكلمة بحس مش كلهم فيه بس مش كلهم لكن ممكن نقول إنه المخرج يعرف يكتب سيناريو كويس عشان بيبا شايف الصورة فممكن ما حد يارفيك طب ليه ما تحلوش الأزمة دي المخرجين الشاطرين بين أنتو كل مخرج يكتب له فيلم يخرجو يعني يحل أزمة الورق دي ما بتعرفيش تكتبه؟ لكن أعرف أحس الورق الحلو أعرف كده أعرف أعود مع اللي بيكتب لكن لواحد يا أطلع ده أظن نفسي قصير مش هيبقى بكتب الأفلام القصيرة ممكن اللي بعملها يعني اللي عملتها وكده المشروع بس ما أعتقدش مش هخلصه نفسي قصير قوي حزق مش هخلص لكن طبع لو فيه مخرج وبيعرف يكتب يبقى كويس قوي بس بردو ما أقولك الحاجات دي زي الحب ملهاش قاعدة يوسف شهين مش أحلى أفلامه اللي كتبه لأن بتبقى أنت بردو ذاتي قوي يعني أنا عارفة ده كده وبتاع وبقى كأني شايفة الحاجة من وجهة نظر واحد بس ما بقى معاك مجموعة هو ده كتب وده بيمثل وده بتلاقي الروح بتكتمل يحصل الماجيك ده بس لو أنا بعرف أمثل وهكتب وصور ومنتج فكأني روح واحدة محطوطة في صح؟ أنا بحب قوي بقى تلاقي الأرواح دي تطلع الماجيك لو حصل بيبقى أحلى حاجة في الدنيا ما هو دي حاجة كنت عايزة أسألك فيها إن أصلا الشغلان دي شغلانة جامعية يعني فيها بزبت وكل حتى قسم فيه ناس كتير إزاي بتقدري أن أنت تديري كل دول يعني دي حاجة مش فنية بقى المرة دي دي إدارة إزاي بتقدري عليها يعني زي الشوارعية كده كل واحد بيبقى ليه شخصية طبعا صح بص أنا يعني بكتشف معاك الحاجات أنا معرفش هي كده وخلاص بس هي الدماجيك هو السحر فعلا إن أنت بقولك فيه يوم تصوير كده تقول النهاردة بيحصل ده أو فيه مجموعة مجموعة عمل مجموعة فنية هتكمل معاك الفيلم تلاقي الروح بينهم كده حصل حاجة هما دول هي المجموعة دي عشان كده المشوى يقولوا دي شلاليات هو الممثل ده مش بارا فيش تغل غير مع المخرج هي مش كده ولا هي شلالية ولا هي الأرواح دي التقت وعارفة تطلع حاجة حلوة لأنها بتكمل بعض في حاجة نقصها ده لما بيكتمل بيبقى أحلى حاجة في الدنيا فتلاقي أحلى أفلام فاتن حمامة مع بركات وبركات مقللتش منه خالص إنه بيعمل أحلى أفلام مع عاد الإمامة تلاقيه مع فلان مع شريف عرف بحيت حامد بيكتب حاجة يبقى شريف عرف يعني مثلا هي دي أنا مرتاح مع ده بيكملني في حتة أنا مش عايزة كمان حد زي بالزبط بيرد اللي بقوله فهي أنا مش بعملها بس هي بتيجي كده ولما بتريحني دي بتبقى أحلى حاجة في الدنيا دي أحلى حاجة في التصوير إنك بتلاقي الحاجة دي حصلة يمكن اللي بعرف أعمله إن انت زي ما بتقول بتدخلي جوال بيان بتعرف أنا عارفة هادي هيبقى مبسوط إزاي مثلا مش عارف إيه هادي محتاج يحس إنه هادي محتاج يحس إنه موجود كانو موجود في المكان أنا أحب كل واحد معايا في المكان يبقى حساسها من أصغر لأكبر حد مش بشغله بسنه بكل حاجة لازم الكيان الموجود في المكان يعرف إنه مهم ودي أنا بلاقي ناس كتير قوي يعني ما عندهاش دي وهي أفضل إدارة تيجي كده في حاجات حتى كبيرة قوي لأنها هتعرف تدي المهام لني ده كذا فلازم تعرف الناس فأي شغل الناس ما بتعرفش فيه الناس ما يطلعش فيه حاجة أنا رأري كده هتلع حتى في البزنس وكمان لما بتعرفي الناس وكده أنا بلاحظها يعني برضو إن الناس كتير بتشتغل معاك مش كشغلانة يعني هو بيحابب قوي الموضوع أكتر من أي شغلانة تانية بسبب الحتة اللي أنت بتديه له دي فاهم قصدي؟ فاهم بس عشان كده في الأطفال لما بتقولي الأطفال يعني أنا زي ما أنا وأنا أصغر لما كان مثلا أكون في الفصل أو في الفيلم أو في حتة أقولك حتى أن يوسف شهين يكون عمل كده دي هو شافك فأنت كبني آدم حسيت أن أنا موجود فكتير قوي من الشغلانات بتاعتنا ما بتحسش بقيمة البني آدم اللي قدامك بس هو بني آدم هو زي وزيك بالزبط حتى لو بيكنس أو هو اللي بيكنس ده هو أحسن منك يمكن كمان هو بيشيل الحاجات اللي أنا ازدبالة لأن أنت حاطتها لو أنا مش بشعر بالبني آدم ده فاهم؟ هو لازم يشعر كمان أن أنت حاسس بيه فأنا رأيي أن وهو ده وهو ده من هنا بقى بيجي الاكتئاب ومن هنا لأما ندخل في كلام كبير هو أن البني آدم لسه بنكلم على الهجرة لما بيهاجر أو هو محدش حاسس بيه وكان أحمد زاكي دايما كمان يقولي الدكتور النفسي ده صديق بأجر الناس زمان كانت بتفتح المصطبة وتكلم بعض وتروح الريف في عضو الفلاحيني كلامه بعض فيه دي مفيش وحدة كلام كبر بس هو ده فإحنا دلوقتي بتروح للدكتور النفسي شو ما فيش حد بيسمعك فتخيل بقى لما تلاقي حد حاسس بوجوده فأنا عشكي بفتكر لما أنت تحس أنه فلان مش هتنسى يوم لما فلان شاور عليك وقال لك إيه ها دي مثلا فأنا في الفاصلة وكانت المدرسة بتبصي لي في عيني هحس أن أنا موجود هحس أن أعيس أسبت نفسي لكن لو أنا عيال كتير في المدرسة مجموع شعب لو أنا مش حاسس بالناس فهي بقولك من غير ما كده أنا بحب أشعر بكل حد موجود وحب أعرفه وحب أفهمه وحب أفهمه أنه هو موجود وبما بيفرق معاك يبقى حد من اللي تيم يبقى سنه صغير أو مثلا لسه في الجامعة أو كده نعم لسه بقولك الحاجات دي ملهاش سن أنا بالعكس أي حد عنده رأي هتسمعي له يعني لو رأي بقى وحش وبيعطى لو لو ما تتكلمش بقى تاني يعني مثلا بس أكيد هو عنده حاجة كويسة تانية لكن أسمع أحب أسمع أسمع أي حد معدي يقول كلمة أبقى غبية لو ما سمعتهاش إفرد حلوة إفرد إيفية طالح حلوة هحطه طيب إيه الفيلم اللي شفتيه وكان نفسك تبقى أنت المخرجة بتاعته بس أفلام كتيرة بس يعني عندما ده السؤال ده ظالم قوي لما فيش حاجة أسمعها كده يعني أقول دعاء الكروان لما في دعاء الكروان وفي باب الحديد وفي بونابارتو يعني حاول أفلام كتير يعني لما بتشوفي الفيلم ده بتقول ياه لونة المخرجة يعني أنا كنت أحب أكون موجودة في عصر الأفلام اللي هي لبيض واسود كمان دعاء الكروان وحاجات فاطينة عبدالوهاب كلها اللي بتدحك وحاجات تفاهم؟ يعني كلها حاجات كده العالم ده كان عالم حبب الشغلانة بشكل جبار أعتقد هتمعرفش ده الصورة اللي عندنا بس كانوا بيروح حابين التصوير وحابين الشغل و فالعصر ده بأنه شلالية بقى فعلا تقعد تكتب ولا يحمد رجب كاتب ولا جيم محفوز كاتب وحسن عبدالقدوس ففي حد حابب الشغلانة دلوقتي انتهي حاجة بتاعه وإملاء ومش كله كمان حرام مقدرش أظلم بس دي الروح اللي أكون يعني فمش فيلم واحد في حاجة شفتيها أخر عشر سنين فيلم سينما مثلا شفتيه أخر عشر سنين عجبك؟ فيه طبعا برضو قليل يعني على فكرة السينما المصري كمان برا هي نفس الحاجة الحاجات بقت مختلفة يعني سرعة الحاجات بقت نوع الأفلام مختلفة ونوع صح يعني واللي بيحصل في الحرب كل الحاجات دي احنا كمان في زمن دلوقتي محدش واخد باله قالوا ان في عشر سنين عندك من كورونا من مش عارفة حاجات حصلت في الشارع فالولد اللي كان عنده خمستاشر سنة ودلوقتي خمسة وعشرين أو تلاتين بقالوا عشر سنين ما شافش حاجة شاف ايه ده فنوع النظلوم أصلي ده جيل طالع جيل ايه انت وده شاف ايه ده إذا كان احنا عدى العشر سنين ونعملوا انت وقفنا عن حاجات كتير بكورونا ببتاع بايه ده كله ده فالولد اللي كان كمان عنده عشرة خمسة وعشرين فين السينما اللي شافها وفين مخرجين شافهم بيشتغلوا فدول مظلومين طبعا يعني مش عايز اقول فيلم واحد لان مش فاكرة انا بقيت كسولة في ده قوي وبقيت زعلانة قوي ان كل حاجة لازم تتشاف على منصة ولا على ناتفلكس ولا طب نكبر الموضوع أكتر بقى انت حاسة السينما ممكن تنتهي بسبب المنصات وكده يعني خلاص تستبدل لا يعني خلينا نحلم نقول لا يمكن بس هي قلت طبعا فعشان كده لازم فيلم قوي قوي او فيلم فعلا ناس عايزة تنزل تشوفه لكن لو انت فيلم هعرف هشوفه في البتاعة ده مش هشوفه هشوفه على منصة اللي خليه ننزل فعشان كده بمفكر في حاجة انا محتاجة حد ينزل يشوف الفيلم ده يدفع تذكرة ويعود دي روح تانية خالص والشاشة كبيرة كده كان ليها روح تانية خالص والشاشة كبيرة وناس بتضحك في نفس الوقت وتعايت في نفس الوقت بيقول لك القاعة انا حاسس القاعة لما بخش فيلم كوميدي مع ناس بتضحك بخرج مبسوط انا بقول لك يعني اي حاجة في الافلام انا بقول لك دي ولا الحصان طيب انا الحصان دي لما عملها وناس ضحكت هحسها ازاي وانا بشوفها الواحدي في التليفزيون او حد قال لي على فكرة انا ضحكت قوي ما شوفت البتاعة لكن لو انا قاعدة معاهم وبلاقي ناس من اعمار مختلفة من اماكن مختلفة صح؟ بيشوفوا الفيلم ده في نفس التوقيت ونفس الدحكة دي فضيع انت فاهم الفكرة انت على دي كل واحد بيشوفها لوحده انت في القاعة دي ناس من اجناس مختلفة من عمار مختلفة من كل من ثلاثة لستة هما في المكان ده متوجدين يشوفوا عمل انا عملته ويشوفوا ايه فيه بعمله مثلا دي هقارنها ازاي انا دي بحد بيشوفه يبقى مش هتستبدأ انا رأيي كده برد ان شاء الله مهم لسه بتتزاكري لحد دلوقتي؟ وانا خلاص بقا ياه بتفرج اقل للأسف بتفرج اقل يعني مفروض اتفرج اكتر زمان كان فيه حالة السينما دي في حياتنا كل يوم فيسنا وفرجة وتغذيك كده فرجتي مبادش زى الاول قرأيتي مش زي الأول نزب حط النظارة كمان يومين دول شوية فبقيت حتى ما حد يبعاتلي سيناريو ولا حاجة على البداية مفيش متعة الورقة دي لسه بحبها بس مش هنادر نقول انه يعني خلاص يعني ده موجود فالقرأة أقل والفرجة أقل كان دي المذاكرة بالنسبالي فعشان كده بذاكر في الناس في الشارع لا القرأة أقل والفرجة حتى على أفلام أقل أقل ليه بقى الفرجة أقل الوقت بقولك المتعة الزهن الصافي انه قعد بقى هتفرج على الفيلم ده بمزاك دلوقتي ده مش موجود قوي ده وانا بحب تديله قدسيته يعني حتى الكتابة بقى فيه متعة كده فبتلاقي وقته قليل أول بعملها بس قليل أول يعني الوقت انا بقرأ فيه كتاب اسمه Directing the Film بقرأ نفس الكتاب اللي أثر فيه من زي ماي من 15 سنة أو 20 سنة فكرة حاجة في الكتاب ده ده كل الكتاب ده أعزم كتاب قريته لأنه أغرب كتاب لأنه هو بقى جايب لك كل أراء المخرجين المنترين المعروفين يعني الجمدين والمصورين وبتوع الصوت كل 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 فكأنه حد جمعهم لك في حاجة معانا هم كانوا بيديوا السمينارات دي يعني السمينار وكده وجمعهم وبتلاقي ان كل بخرج خير التاني خالص فهي بس أفكارهم وأراءهم فتلاقي في كل حد إيه ده أنا بعمل كده بالظبط إيه ده ده بيتكلم على الماجيك ده بيتكلم على إن أنا لو في حد قلق فيه معدي بالقهوة لازم اسمعه فتلاقي مخرج بيعمل كده ومخرج تاني لا خالص في مخرج بيحضر مثلا سبيلبرج بيحضر شوية الورقة والأعلم ويعمل بالظبط فليني مثلا لأ المخرج الإطالي يروح يلاقي مكان حلو يعمل عليه فيلم ممكن يتصور قفيش يبتدي يرسم القفيش يحط الممثلة يبتدي يعمل فكرة للفيلم وغيره لأ في حد تاني يروح اللوكيشن لما يروح ساعتها من ساعة يحط الكاميرا وتحط الإضاءة يجيلو الإلهام يبتدي يقولك هنعمل مشاهد ده كذا انتي أقرب لأني مدرسة كل حاجة حتة من هنا على حد اه حقيقي في حاجاتها يبقى مرضباها عملها ازاي حاجات الأكشن أه بقى مش شوية مساستيما بس ممكن يحصل حاجة في اللوكيشن تخلينا غير خالص يحصل ماجيك تاني خالص لأنه الحاجات دي أنا بحيس إن فيها روح هو إيه السر انت قلتلي الصدق يعني بس إيه السر اللي بيخلي الناس دايما وهي بتفرج على أفلامك لزهقانة ومصدقة وفي حاجة غير الصدق يعني فيه سر الخالطة للصدق يعني الصدق بمعنى إيه إن أنا مش أقول أخصانة صدقة بقدم لك الحاجة كما يبقى المفروض تبقى كده يعني لو أنا هنحط الكنبة دي مثلا واحد عايش لوحده بتفرج على التليزيون وعايش لوحده مش ممكن أخلي الكنبة الاتنين لا مش ممكن أخلي الكنبة والترابيزة واللحظة دي بالتليزيون كده يعني فهمت؟ أيو أيو مفروض لو أنا فلازم أصدقك أصدقك يعني المخدة كده والموبايل هيظهر أهو عشان المخبينه ممكن تليفرد النيه هلاقيه بواحد عايشكس على حسب شخصيته هو ده فالصدق يجي من إنه أنا بعملك الحاجة كما تبدو اللي هي لازم والتفاصيل دي بتفرق مع اللي بتفرج التفاصيل هي دي السينما هي السينما هي التفاصيل يعني مفيش كلام والمونتاج رأيي أنا عندي يعني المونتاج هو ده الإخراج اللي هو ما حسستكش بملل ولا مش عارف إيه اللي انت بتقوله ده إنه العالم عشان أنا نشتغل الوقتي مع المونتارين كتير جوداد ولو زي وأنا حابة أن أنا يعني المونتاج ده أنا قسنا كتير قوي ما عندناش غير كام اسم بس أديك ال shopping وعايشك فيه يعني أنت كان ممثل مثل أنت بتمثل دور بتاع النظر 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 ده نحن نظر مدرسة بصدبت زي ما عملت معنا بصدبت كده صباح الخير يا مونة مثل لو إن تقول صباح الخير يا مونة ولمحت هادي في آخر الشت بقه هادي لازم دا يتشال فدايما أقول لازم تلبس أخليك هادي المدير لكن لو لقيت هادي الشخصيات تانية فأنت كشفتني وكشفت حالة الحلم دا لو المتفرج بيكشف الحتة دي خلاص أنت بتفقده خالص فالحلم دا لازم يبقى موجود فالمونتاج بيحفظ لك على دا دي مع دي مع دي ما تفوقنيش عشان كده حاجة برضو أنت قلتيها على ممثلين بيبقوا ممثلوا عمتا بس مع مخرج معين دا أحلى أفلامه مش هقولك أسماء يعني بس في كذا ممثل معاك لأ هما دي أحلى أفلامهم بشهادة الجميع يعني هاتي كذا حد وليلوا مين أحلى أفلام مثلا لكذا هيهدف فيلمين بتوعك ماشي عشان لأني بحب عايشه في دا والماجيك حاصل ممكن وحب يبقى لأ وعشان بتهتمي بحس كمان إن ما تكشفهوش دي ما تكشفش ما تكشفش في أفلامك يعني لو حد يعني ممكن يتكشف ما عشان كده بيقولك إن هو أي حاجة يا مسئولية المخر إن أنا مكشفكش إن أنا أطلعك في الحالة دي اللي هي بتاعت الحلم دا لو وصلنا لها انت كده عديت رشأت في قلب الناس ورأيي غير الصدق إن أنا أحب عايز أسلي الناس وأحسسها فهم وأحسس الناس إنه إني حاسة بيكم إني مش حاسة بيكم مش كلام كبير بقى عارف يعني لما حاجة تهم حد غير لما ما تهموش فبقى بفرج الناس على حاجة هو مهتم يشوفها دي مهمة جدا فيبقى حاسس إنه مش لوحده مش بتتنكي عالناس كده بالموضوع حتى لا يعني وإن هو مش لوحده عشان كده تفاعل الجمهور مع حاجات بتخليه تعاية يضحك فهمها ووصلت له فدمح الساقة ووصلت له إني هو مش لوحده إيه السيجنتشر بتاعتك يعني كل أنا أنا عمتا لو شفت فيلم إخراجك مش مش مكتوب عليه اسمك هعرف برضو هتعرف من فين طيب لأ ما هو ده السؤال لا أعايز أسؤاله لك يعني أنا هقولك في الآخر هعرف منك بس عايزة أعرف أنت الأول ردك يعني من خفة الدم من الفيهات البتاقي الخفة الدم يعني طريقة الضحك ده هي دي يعني بحبها بتاعتي يعني أي فيلم لك لازم يبقى فيه الحتة دي لازم والطريقة بتاعتها بتبان لها طريقة صح لها طريقة أيوة صح حسن لا أنا كنت أعرف من كده ومن المونتاج برضو من المونتاج يا ده وده بعد ما اشتغلنا سؤاله لا من قبلها يا آه يعني فبحلم بالذات آه اللي هو بحلم فيه حتة في المونتاج كده من ملكي اسكندرية مسلا يا فهم قصدي ذات فهم طب فمعين ده وثائقي قصير في الشارع وده فهمة كسة تانية خالص بس فيه نفس ممكن الحتة كده اللي هو بنخلص الجملة بتخلص فين نقطع هنا عشان بعد كده هنخش هنتكشف آه هنتكشف عشان عشان كمان بحب إن أنا في كل الصورة اللي جاية بعد الصورة اللي انت بتشوفها دي لازم تبقى انت مش متوقعها تخيل بقى في كل ده لا مش فهم يعني انت بتشوف الشوت ده لو أنا الشوت اللي بعده بتمد برضه كده يعني ممل بالنسبة لك متوقعها المتفرج أو هتحس كده حتى لو فيه أمور سين فيه لحظة في الشوت التاني ما انتش متوقع مش متوقع يعني أنا بسمعك فانتها تقطع إن أنا بسمعك بس و أنا بسمعك ما ينفعش أبقى مميل لو أنا بسمعك فبديك حتى في إن أنا و أنا بسمعك الشوت اللي بعده فيه تسلية بتحسي إيه أنا بحس الشغلانة دي من كتر ما الناس بتشوف أفلام هي مثلا زي لعيبة الكورة برضه زي الناس كلها فاكرة إن هي بتفهم فيها يعني ممكن تقابلي حد في الشارع مايستجريش يقولها لطبيب مثلا بس ممكن يقولك بس عارفة لو كنت جبتي الممثل الفلاني هتعمله يعني فهمت ليه دائم بيفتي في شغلك بتتعاملي إزاي مع الحوار ده لا بسمعك وبعرف أغار بلا يعني يعرف أقول إيه اللي يدخل وإيه اللي لأ بس من الغباء إنك ما تسمعش من الغباء حتى لو حاجات وحشة وبتضايقك وكي أنا سمعها ومن الزكاة بقى أنا أسمعها وأعرف إنه دي ما ينفعش تهمني فهمت؟ بس ما قلش أنا مش شايفة خالص مش سامعة لإني مش بس هتغر أحس بقى إنه ده الوحدي يعني وأنا عيشها الوحدي فلو أنا عاملة كده أنا هوصل إيه للناس؟ ودي على كل مستوىات على كل البزنس وعلى كل الشغلانات وعلى كل الحاجات لازم أسمع اللي حوالي يا ما ناس وقعوا ممثلين من كتر ما اللي حواليهم سقفوا لهم وحسسوا منهم جمدين وفيش زيهم وده في المتوح فالناس اللي ما بتفهمش صح؟ صح لو أنا سمعت كده ما أنا هقع فأسمع وغرب اللي ينفعني أخده يطلعني لقدام اللي هيأخرني ما أسمعوش في مرة حدة وانتي بتخرجي وبتبقى فعلاً المخرج ده روحه بتضغي على المكان يعني بكل وقع يعني حلو و لزيز و وحش حتى لو هادي تلاقيته هادي كده اللوكيشن شبهه والفيلم بيبقى شبهه المونتاج شبهه فالمخرج هو فعلاً إيه أصعب فيلم عملتين اللي بنعملهم دلوقتي بتوع الأطفال يقول أصعب حاجة بجد الصعبين لأن حاجات 52 فكرة وكله عيال وكله ناس موجوداد مفيش حد بروفاشن خالص صعبة طبعاً صعبة وحلوة لا أصلا عندك أفلام فيها سفر وفيها في مشقة تانية يعني من ناحية السبب بيبقى مزعج لحاجات تانية بس هو بيبقى لذيذ برضو مختلف وبتـ اه اه مش فصحة مش فصحة؟ عمر ما كانت شغل خالص خالص نخلص تصوير بقى ممكن نتفسح أبداً لايمكن الراهينة في أوكرانيا بقى فصحة الهليكوبتر اللي عمالين إحساسك إيه وانت ركب الهليكوبتر موحش عام في حياتي حولها عشاني كنت أوحش لا أطاق في الراهينة لا أطاق ليه بقى؟ فكرة مش طيق حد مش طيق من كتر توطر الشغل اه و... هليكوبتر بقولك وحاجات بتطير وحاجات بتعمل كل ده ليها تايميج وليها بتاع انت بقى انت في الغربة بجد انت كل ده بقى العداد شبه لر دي عداد فانت عايز تخلص اللي وقت الصحة موثلين مش عارف إيه اللغة التكنيكة كده وتايلند كان مثلا الحر بوس مش عارفة بس يعني هما تنظيمهم كان كويس قوي تايلند تنظيمهم جبار جبار اكتر من اوكرانيا؟ اكتر من مصر ايه بوس يعني احنا مثلا اللوكيشن اللي بنصور فيه فهنا بنصور مثلا هنا وفيه فاكهة محدوطة وفيه مش عارفة فهنا المصرين بقى صباح الفل بقى إيه اللي بقى تفاعل حالفة تاك إيه اللي مش عارفة دول بقى بيجي لهم انهيار بقولك احنا الحتة دي اللي بتصور فيه بتبقى مقدسة يعني دي ما بتد فالعنا احنا طبيعتنا كده طبعا وانت عايزت ايه ده؟ فهو فيه تقديس البتاع فيه اقل يعني هم عددهم اقل بس انجازهم اكتر اوكرانيا لا يعني الروس شوية صعبين شوية الروس فلا صعوبة يعني مشهد الرهينة مثلا دوقتي هما قولك طول وقت لما الطيارة وقعت ولا الهليكوبتر ولا العربية وقعت في المية فقالك بس باينة مش عارفة بس الهليكوبتر لما خلص العربية رقت رميت وخلصت خلاص بكرة مسافرين هتجيب عربية منين تانية هتامشه كنت عايزة تعيدي المشهد ده؟ حاجات كتير تفاصيل ممكن محدش ناس تعرفها يعني بس فيه حاجات هما مش هتهزر فيها انت بكرة مسافر خلاص وهي عربيتين الكسر ورقعوا في المية ايه اكتر مشهد بتحبيه في الروهينة؟ قوي قوي بحبه قوي عشان بردو كان طلع ساعتها كده لما لما واحد قال لصاحب واما في الشقة كده بيقول له نفسي مرة بقى تصلي معانا بقول له نفسي مرة تاخد بالك من ده وبحس انه دي مصر بس فدي انا بحب قوي المشهد بتاع هو وياسمين عبدالعزيز بتاع اي واحد فيه لما قال لحنا اتغيرنا خالص خليص قليص دي برضو عشان تكن دايما كده احساس الواحد اللي قال لها اه فيه خمرة فيه بتاع وانا طب وفي حرمية في كيشة طوية اكتر مش هتبتحبيه لما مها قالت له وحشني البحر يا حسن وغرقت الدنيا وعملت مايا في كل الشقة وحنا غرقنا اللي تحتينا فعلا وكده يعني فمش اكتر واحد ده بس بحبه اوف ملاكي بس بحب كله بس طبعا دي ليها واقع خاص كده كلها مع خالد مع الحالة كلها والمحاكمة برضو عظيمة محاكمة ونور اللي هو المرافعة يعني اللي هالي في الاخر دي بقى مثلا ملاكي انا فاكرة للعرض واحنا بنتفرج وازاي بقى التسقيف اللي حاصل للعرض الخاص وانا كش عايز شوف حد بقى مش قادر اصدق اللي اللي عمله لاني كنت دايما برضو بحس فيلم ساسبنس عادي يعني دمان الجاني ده ولا ايه كده بقى بتبقى حلوة ولما عملت اخويا بقى في فرق بين اخراج الافلام الطويلة والافلام القصيرة في انك زي ما بقولك بتقول الحاجة في نص ساعة عايز تقول كل حاجة في نص ساعة فما عندكش وقت كفاية فلازم تقولهم حلوة تقولهم صح وما فيش ملل وما فيش فا ماشي لو مكنتش مخرجة كنت هتبقى ايه عبقى انسان عادية عودة نظر طولوقت مش عاجبني حاجة وكده ممكن نقضة بقى اه لو كده دي احلى حاجة نقضة دي اخوار دي احلى مانا الناس دول فارجوا على الفلام كتير اوي ويقعد مش عاجبوا حاجة يقعد يكتبها وانت تبقى مستنى رأيه ايه يا لاوي دي تحفة دي تنظر بقى ووه لو نزل يخرج من العياني ولا هيعرف دي لا بس هنظر في كل حاجة وإيه دي مش حلو ده وإيه اللي جرى وإيه اللي قعد بقى مش عاجبني حاجة حابة الشخصية دي يعني بس إت كده محدش طيقة ومش عاجبها حاجة خالص ايه اكتر حاجة أثرت في طفولتك؟ انت كنت طفلة شقية؟ اعتقد المسرح المدرسة عشان اللي كنت بعمله دلوقتي واللي بعمله دلوقتي اللي كنت بعمله ساعتها ما طلع مسل واخرج واعمل هبل كده وده اللي يعني حسسني أنا عايزة أعمل كده على طول دي أحلى لحظة في حياتي أما بعد أقول الناس تعمل إيه؟ والناس تسقف مم فتكتشف الحاجة اللي بتحبها قوي ما تحسش إنك بتتعبك وتعملها فالناس تسقفي بحاجة حلوة مم وعشان كده بقول لأي حد عايزة أعمل حاجة لازم يدور هو إيه اللي بيحب يعمله؟ قوي مم انت من أيام المدرسة من أيام المسرح بتاع المدرسة وانت عارفة إن هي دي الحاجة اللي أنا عايزة أعمل لما بقيت عملها حسن هو ده يعني إيه ده حاجة ولا بيدرسه بقول لك ما فيش حاجة حاجة مأساة يعني فدي أثرت فيها إن أنا أطلع مخرجة إيه أثرت تاني في طفولتي يعني واخد أي من باباكي ومامتك أنت قلت لي واخد أي من باباكي الشعبية دي الشعبية ما كنتم بقول الشعبية مش بقول الشوارعي شعبي ممكن وما أمي كل أنا حاسة إن أنا أمي يعني هو ده كل اللي بنتقدها فيه يقول لها طليني بعمله بالملي فاللي بقوله الله يا ما كانني بكلم نفسي فحاسة لها الشخصية دي الاجتماعية دي اللي هي العلاقات من غير العلاقات يعني فهم بس ده عارفها ده بيسهلها حاجة ده كذا محناش يعني عيلك وإن أولاد مش عارفها عادي خالص بس حاجات بتتفتح كده كأننا الحمد لله يعني بالروح الحلوة بس كده هي الروح الحلوة ما هي دي وعايزة أتمنى بقى لو أنت تقول لي وابنك بقى كده يعني ولا بقى بفلوس ولا ببتاع ولا الكلام ده خالص الفلوس بتروح وتيجي ولا أي حاجة ومش عالية ده اللي يفضل الده الورث يعني هو ده إنما يبقى عنده كل حاجةن بش عالده كلام فاضي كل حاجة دي بتاخد كل حاجة بتشبعش وبتبقى ولا حاجة ببما بتاخد كل حاجة بتبقى ولا حاجة حلوة جملة دي حلوة جد كل ناس نجحت وكثرت الدنيا أن كانش عندها كل حاجة اه صح يعني ما عندهش كل حاجة كتير منهم اغلبهم لازم يسعل حاجة مش بقول يبقى فقير ولا يبقى لا يعني يبقى محروم من ده عايز دي الساعي ده ده يطلعك حاجة إنما الحصالة تطلع حاجة تحوش لو أنت عندك كلها مش هتحس بيمت حاجة صح إيه آخر درس اتعلمتي؟ حاجة علمتك حصلت في حياتك يعني؟ درس إنه كله بيعدي كله بيعدي فيش أي أصعب طب لحظة في حياتك؟ أصعب قرار أو في فترة كنت لأ القرار ده صعب قوي أنا عارفها بس خلاص مش هازم أقول واحد ماشي مفهوم تنصحي نفسك بإيه؟ إنه عملش كده تحني لأنه أنصح بنفسي إن أنا أنظم شوية بجد عيبقى شوية بس كده قدي لنفسي وقت كمان ليا و وده حيجي بالتنظيم إن يبقى عندك وقت لنفسك إنما كل حاجة كده طب هتشتغلي على فيلم في عشرين أو اربعة عشرين ما هو ده بلا عايزة أثبته لنفسي أكيد؟ يا رب إن شاء الله شكرا يا أستاذ الله العفوة بس خلاص يعني مبسوط إن جيتي ومبسوط قوي إن قاعد في حلقة كده معاكي يعني من سنة بالزبط ما كونتش أحلم بده وظهر يا براش حدمة بس يا هادي شكرا جزيلا شكرا يا هادي موسيقى 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر